بس نرجع بالذكرة شوية دي موضوعات اللي خدناها في المحاضرة اللي هي رقم اتنين بسم الله خدنا شرح كيفية عمل تصنيفات جديدة للنقاط داخل البرنامج واضافة المزيد من المعلومات اللي هي كانت ترتفع العمود ونوع المنهل وما الى ذلك بعدين كيفية عمل مجموعات للنقاط اللي هي واضافة النقاط لترك المجموعات بطرق مختلفة وغالبا طبعا نضيفناها من خلال الكود وبعدين عملنا تعديل لشكل النقطة وشكل الكتابات لازهار المعلومات الاضافية اللي المعلومات اللي احنا كنا عملناها السبب اللي هي مسلا نوع المنهل وجبنا شكله ايه وغيرنا شكله وغيرنا كمان ايه الشكل الكتابة بحيث اظهرنا نوع المنهل على الرسمة تمام وبعدين عملنا اظهار احداثيات النقاط بشكل جدول جوه الرسم واستخرجنا كمان الاحداثيات دي خارج الرسم في برنامج الاكسل واعرضنا بعد ايه النصايح اللي احنا لازم بنرعيها اثناء ايه اثناء الشغل على النقاط تمام وبعدين طبعا ايه كان في مجموعة استفسارات كتيرة خاصة بالنقاط الحمد لله ايه الى حد ما غطينا ايه اغلبها اللي كان مطلوب مننا اه اه بعدين بدأنا مع الاسطح وكيفية عملها وعملنا الاسطح من النقاط موجودة في الرسم وتوضيح بسم الله وتوضحنا ايه كيفية تهصر السطح بالنقاط دي في حندة لو احنا مثلا بنلغي نقاط من مباشرة بيدينا ان النقاط دي تغيرت فلازم نعمل للسطح ونعمل للسطح بشكل تلقائي او بشكل يدوي ويفضل طبعا بالشكل يدوي عشان انت بقى انت متابع التغيابات اللي بتحصل في الملف بشكل عام تمام وبعدين عدلنا الاسطيلات بتاعتنا بحيث نباقي موعد تفاصيل اكتر على السطح واستخدمنا ادوات السطح زي الهي واضفنا نقاط وشدنا النقاط وما الى زلك بحيث ان احنا بنعمله بحيث يوم ايه الوضع الحقيقي كما موجود هو في الارض الطبيعية تمام وتكلمنا طبعا بتفصيل شوية عن البركلاينز وايه هميتها في الهيه في بناء السطح واستخدمنا شوية صور للموضوع ده وفي الاخر خالص كان في مجموعة استفسارات برضو عن النقاط وعن الهيه وعن الاسطح ده اللي تم فين في المحاضرة ايه المحاضرة السابقة نبتدي ان شاء الله في المحاضرة دي عنكمل شوية في الاسطح وبعدين هنبتدي طبعا في الهيه في المسارات اللي هي الالايمنت عشان هنبتدي بجوز الطرق في الاول ولكن الاسطح لسه معنا شوية موضوعات مهمة لازم برضو هي نرعيها ونشوف موقفها ايه اه طبعا اللي زي ما قلنا احنا الاساس الاسطح نوجينا مسلا على قيمة البروسبكتور وقيمة السيرفس وجينا في السطح اللي موجود بالفعل اللي اسمه اي جي مسلا تمام وضغطنا على علامة الزايد نلاقي اللي هو التعريف بتاع السطح نضغط هنا زي ما انتم شافين في مجموعات حاجات كتيرة ممكن اعرف بها السطح. ايوة. الله يبارك فيك يا حاجة. ايوة. البيت. الصوت واضح كده ولا ايه? ايوة باش مانتصو الصوت انا بتطلب. طبعا اه. وتكلمنا ان في مجموعة حاجات كتيرة ممكن نعمل منها الاسطح نفسها. وتكلمنا بشكل خاص عن البروكلاينز. وكنا عملنا السطح بتاعنا من البوينت جروب. اللي هي البوينت جروب اللي موجودة في الرسم. اه. نرجع بس جزيزية البروكلاين عشان بيختلط على الناس عملية البروكلاين. هي عبارة عن زي ما قلنا الخطوط القطع او خطوط بتتصل بمجموعة نقاط في الرسم. بتحدد لنا اتجاهات شبكة المسلسات دي. ولكن الخطوط دي نفسها نوعيتها ايه? هل هي line? هل هي polyline? هل هي 3d polyline? وايه الفرق من انواع الخطوط دي? طبعا في البرنامج سواء السيفل او الكاد. في مجموعة الخطوط نفسها ديها انواع كتير. في عندنا حاجة اسمها line. في عندنا 2d polyline. وفيه 3d polyline. وفيه حاجة اسمها feature line. feature line موجود بس فين? في السيفل. مش موجود في الوتوكات. اما التلاتة تانيين موجودين في الوتوكات. ايه الفرق ما بينهم? وايه الامثل اللي انا استخدمه كprecline? هنبتدي نشوف مقارنة بسيطة كده مجهزة لكم هنا. اول حاجة اللي هي مقارنة بين عناصر الرسمة الاساسية اللي عندنا. عندنا ال line. وال polyline. وال three d polyline. وال feature line. تمام? هناخد اول آآ جزء مقارنة اللي هي عناصر متصلة. يعني ايه? انا جايب حتى رسمة بسيطة كده. زي ما انتوا شايفين انا عندي الاربع نقاط دول. لو علمنا على الاربع نقاط كده. تمام? وقلنا له اللي هي ال point list. هنلاقي ان الاربع نقاط دول ده هم مناسيب مختلفة. اول ما نقضها المنسوعة سفر وعشرة وخمسة واتنين. هلو جده. يبقى انا عندي اربع نقاط دول يمثلوا مثلا آآ عنصر في في الموقع عندي مثلا. ولازم اوصلهم ب three d polyline عشان يجيب لي الشكل مزبوط. طيب ايه الامثل? او ايه الاختيار الامثل اللي انا اوصل به الشكل ده. واضيفه كprecline. بالحالة دي يعني بتدي ناخد اول عنصر معنا اللي هو ال line. امر ال line. تمام كده? فلو انا اضطره امر ال line اللي هو ال l وال enter عادية بتاعتنا. صحيح دي. ال و enter. وهبتدي اخد النود. انا طبعا نقافل هنا عندي كله. في ال object snap فالح بس النود. تمام? فلو انا اخد ادي امر ال line. وهبتدي اخد النقطة الاولى. النقطة التانية. النقطة التالتة. والنقطة الرابعة. طبعا? زي ما احنا شايفين رقم واحد ان انا ما عنديش الانحناء اللي موجودة هنا. في حين الخط نفسه امر ال line ما بياخدش الانحناء. وفي نفس الوقت عندي هنا ان امر ال line عناصر منفصلة زي ما احنا شايفين. كله عنصر منفصل بزيته. طب هل العنصر ده واخد منسوب لو عملت له control واحد بيبتدي يقول لي والله انت منسوب البداية عندك. صفر ومنسوب النهاية عشرة. يبقى كده اخد ايه? اخد المنسيب بتاعتي مزبوطة. ولكن مشكلته انه هو ما بقاش عنصر متصل. ودي مشكلة كبيرة بنتقابلنا في حالة لو احنا استخدمناها كبريك لاينز. ليه? يفضل تبقى عنصر متصل. ففي الحالة دي مش هينفع معي. حلو? لانه عنصر غير متصل. لو انا خدت مسلا وبدأت اول نقطة اوكي تاني نقطة اوكي. فمن ضمن الاختيارات تحت عندي خاصية الارك اللي انا ممكن احوله ارك. فبالفعل بتضغط على كلمة ارك او بتضغط على الحرف الا وانتر. وبتاخد النقطة التالتة والنقطة الرابعة وبتقول له انتر. زي ما انتو شايفين البولي لاين عمل نفس نتيجة الخط اللي انا عايزه واخد الكيرف اوكي تمام? ولكن وكمان انه هو عنصر متصل. ولكن او انا اطلق كنترول واحد هلاقي ان منسوبه بالكامل صفر. حلو كده منسوبه بالكامل صفر. لان البولي لاين بياخد منسوب اول نقطة بيبتدي منها الخط. ففي الحالة دي هو اه افدني انه هو اخد الخط بشكله الفعلي ولكن لم يفيدني في عملية المنسوب. فلا يفضل لو انا عندي مناسب مختلفة لا يفضل استغنال سوري لان بياخد منسوب اول نقطة فقط. طبعا? ففي الحالة دي لا يفضل ان انا هنستخدمه. طيب. هناخد العنصر التالت اللي موجود معنا اللي هو التري دي بولي لاين. بتكتب برضو سري دي بولي. تمام? بيكتب لك سري دي بولي لاين. بقول له والله هنا عايز النقطة الاولى دي. التانية. زي ما انتم شايفين ما عنديش اختيار هنا مين? ما عنديش اختيار الارك. فبضطر ان انا اوصل خطوط كما هي. وبقول له ايه. وبقول له انتر. رقم واحد عن لين هو عنصر متصل. وده كويس. رقم اتنين مفيش للأسف منطقة الكرفات. ورقم تلاتة المنسوب المهم. عندي هنا اول نقطة زي ما شايفين عمل علامة اكس هو ان هي منصوبها صفر. تاني نقطة منصوبها عشرة. تلت نقطة منصوبها خمسة. وربع نقطة منصوبها اثنين. يبقى ثري دي بولي لاين. حلو ان هو بياخد مناسيب مختلفة. ولكن وحلو ان هو طبعا متصل. ولكن مشكلته ان هو ما بيقبلش الكرفات. ما بيقبلش الكرفات. تمام كده? فلو حالة انت عندك ان البريك لاين اللي انت بتوصلها مش محتاجة كرفات. فيفضل اللي انت تستخدم من ثري دي بولي لاين. ليه? عن امر اتنين ان هو بياخد مناسيب مختلفة. حلو? الحاجة الاخيرة بقى عندنا حاجة اسمها الفيتشور لاين. الفيتشور لاين دي موجودة عندنا هنا في قيمة. وانا اقول له فيتشور لاين. تمام? وبيقول ان عايز اعملها في سايت. طبعا الفيتشور لاين عايز نرجعها ان شاء الله تاني بعدين. ففي الحالة دي بس انا هقول له اوكي. وابتدي اشتغل على طول. فبيقول لي او النقطة فبختار له النقطة دي. فهو بيقول لي بتاعها زيرو. فلازم بأكد له. بقول له انتر. فبيقول لي عايز ارك ولا خط مستقيم. ففي الحالة دي انا شغال خط مستقيم. فبختار له النقطة التانية. فهو شاف منسوب النقطة التانية عشرة. تمام كده? فمعنى ان هو شافها عشرة. وحسب لي طبعا ان قال لي ان المسابة ما بين الاول نقطة وتاني نقطة زي ما انتم شايفين. حسب هالي تلاتين متر. وقال لي ان فيها جريد سري بوينت سري واحد. تمام كده? ومنسوبها هيطلع عشرة. فبتغط له انتر. اوكي. تمام? هنا في الحالة دي عاطيني ايه? الارك. فبتغط له الارك. وبختار له مين? النقطة اللي انا عايزة. برضو شاف النقطة منسوبة خمسة. وبضغط انتر. وبشوف للنقطة الاخيرة اللي هي دي. وشاف منسوبها اللي هو كام اتنين وبضغط انتر. تمام? وبعمل اسكاب. يبقى كده الخط زي ما احنا شايفين. ورقم واحد هو خط متصل. الرقم اتنين هل اخد مراسيب مختلفة ولا لا? عنصر من عناصر السيفل. فما مجرد ما بنختاره. بتظهر القائمة الخاصة بتاعته فوق هنا. مجموعة من ضمنها بنضغط عليها بيطلع الويندو دي. بيوضح لي منسوب النقطة الاولى كام? التانية كام? التالتة كام? والربعة كام? فزي ما تشايفين المنسوب بتاعنا هنا سفر اول نقطة. المنسوب التانية عشرة. المنسوب التالت خمسة. والمنسوب الرابعة كام? آآ اتنين. فكده يعتبر الامثل اللي استخدامه في عملية في حالة وجود كرفات اللي انا استخدم من مين? الفيتشر لاين. ليه? لان الفيتشر لاين لقم واحد عبر عن عنصر متصل. رقم اتنين جاب لي مناسيب مختلفة. رقم تلاتة جاب مين? جاب الكيرف بتاعنا. يبقى كده لو احنا جينا راجعنا تاني لصفحة المقارنة. هنلاقينا عناصر متصلة. ان اللاين مش هنصر متصل للأسف. ولكن البولي لاين والثري دي بولي لاين وفيتشر لاين دي عناصر متصل. لو بينا تعدد المناسيب اللاين بياخد تعدد مناسيب لان دات ونهاية كل خط ممكن تلاتة مختلفة. البولي لاين لا مبياخدش تعدد مناسيب. ثري دي بولي لاين بياخدها وفيتشر لاين بياخدها. المرونة اللا هي قابلة انحناءة في حالة لو انت عندك كيرفات. اللايين ما بيقبلش نهوي بكيرفات. البولي لاين بيقبل ثري دي بولي لاين ما بيقبلش والفيتشر لاين بيقبل. ربا حاجة قابلية لعمل افست. يعني ايه لو انا حبيت اعمل افست للعنصر ده. الافست العادي اللي هو بتاع الكاد ينفع مع اللاين وينفع مع البولي لاين وينفع مع الفيتشر لاين ولكن ما ينفعش مع ثري دي بولي لاين على سبيل المسال نعمل ثري دي بولي تمام كده وهوصل ما بين النقاط دي الواحد اثنين تلاتة اربعة وبقول له انتر ومجرد ما بقول له افست بيقول لي القيمة كان فينا بقول له مثلا خمسة متر على سبيل المسال وبختار العنصر ده زي ما انتوا شايفين قال لي the selected object cannot be offset ليه؟ لأن العنصر ده آآ عنصر غير ايه آآ غير مش على الواحد او مش على منصوب واحد طب ممكن عمل لها عمل لها افست شمال اللاين ينفع والثري دي بولي لاين ما ينفعش الان ثري دي بولي لاين مناسبة مختلفة وفي نفس الوان متصل ما ينفعش عمل له ايه عمل له آآ افست في حالة لو انا عملت له فجرته هيتحول لي عبارة عن تلات خطوط تلاتة فباللاين ده لو انا قلت له اعمل لي افست هيعمل لي افست ما فيش مشكلة لان البرنامج يقدر يقرأ ايه افست لعنصر واحد فقط غير متصل طيب في الحالة دي هل في حاجة تانية ان انا نعمل بس كنترول زد عشان نرجع ثري دي بولي لاين هل في اوبشن معين اقدر اعمل به الافست بالفعل موجود زي ما انتوا شايفين لو انا دغطت على الفيتشور لاين نفسه حلو بيطلع له قائمة اللي فو دي من ضمنها الادت جيومتري والادت الافيجنز ولكن لو انا جيت في قائمة موديفاي دولتي انا عمل لان نانسلجت فجيت على قائمة موديفاي انا نلاقي برضو الادت جيومتري والادت الافيجنز طمام كده العناصر دي بتشتغل برضو سوري تولز دي بتشتغل مع عناصر الاوتوكات من ضمنها العنصر اللي موجود اللي هو ثري دي بولي لاين فلو انا جيت حاجة هنا اسمها step the offset فيه فرق ما بين الافست العادي و الافست و زي ما انتوا شايفين طلعت التولتيب و ظاهر فيها كل التفاصيل من ضمنها ان هو بيقدر يعمل اافست لسري دي بولي لاين مجرد ما بختاره فبيقول لي الديستانس كان فبقول له خمسة متر تمام فبيقول لي العنصر فين فبقوله العنصر ده فبيقول لي select side عايز اليمين هنا او الشمال فلو اختاره مسلا تحت هنا كمان اللي استبدو اافست اا الميزة اللي فين هو بيديني مجموعة اوبشنز مش بس هيعمل لي اافست لأ دا ممكن يعمل لي اافست بميول او اافست بجريد او اافست بتغير مناصيب تمام كده يعني انا مسلا عايز نفس الافست على نفس المنصوب مفيش مشكلة لأ ممكن اعمل له اافست وقول له انزلي بميل واحد لواحد او مسلا اعمل لي اافست واعمل لي فرق من سبع عشرين سنتي وهك كزا. ففي الحالة دي هو بيقول لي بتاعي. ففي الحالة دي انا هدي له مسلا كام يبقى هيديني اوفست خمسة متر وفي نفس الوقت هيعمل لي فرق منسوب لو عطلت له الفرق ده بالموجب هيطلع للفوق. اعمل له اه بالسالب هينزل لي القيمة التحت. فبقول له انتر. وانتشوف او اعمال لي الخط تمام. ولو انا قلت له كنترول واحد شاشة البرو بيرتس. هنلاقي ان منسوب اول نقطة كان صفر بقادلوقتي منسوبها كام نص. منسوب التانية كان عمالي الخط تمام. ولو انا قلت له كنت عشرة فعلا لها بقيت عشرة ونص والنقطة اللي بعد هيخامة ونص والنقطة الاخيرة كان اثنين ونص. يبقى هنا برنامج السيفل يقدر يعمل لي لانصر اللي هو ال kolej، وفي نفس الوقت بيديني من خلال استخدام ما ما يعرف بال hypertension. استخدام مين如果 راجعنا النقطة بتاعتنا يبقى القابلية لعمل straight line يعمل اللي هو الافسة العادي بتاع البرنامج. اما لو انت اللي هو البرنامج الكاد العادي. الافسة العادي. اما لو انت حبيت تعمل افسة العنصر سري دي بولاين. يبقى هتحتاج برنامج سري دي بس هو اللي يقدر يعمل لك الجزئية دي. من خلال ما يعرف بالايه. تمام? اه العنصر الاخير معنا اللي هو عدم تأثره بالتقاطع مع العناصر مشابهة. يعني اه اللاين والبولي لاين والسري دي بولاين ما بيتأثروش في حالة لو خطين تقاطعوا مع بعض. يعني احطيت اللاين والاين اللي اتنين مع بعض في نفس المكانة مثلا على سبيل المسال انا هعمل لاين هنا تمام? في المنطقة دي كده. وهعمل هنا اعمله منصوب مسلا سفر ومنصوبه خمسة. تمام? فهل الخط اللي تحت ده تأثر بالخط ده? في الحالة دي لا. لان عناصر الكاد ما بتتأثرش مع بعض مش زي عناصر السفر. عناصر السفر بتتأثر ببعض زي ما احنا قلنا لان هي كلها بتبقي لحدا ما في ديناميك ما بينهم. فايه العناصر السفر بتتأثر ببعض. فعشان كده خاصية اللي موجودة عندنا. لو لاجعنا وعملنا من جديد. اه دي فيتشور لاين او اللي فيتشور لاين. في هنا حاجة اسمها سايت. في حاجة هنا اسمها ايه? اسمها سايت. تمام? وفي حاجة اسمها النون سايت. النون سايت دي ده من قبل الالفين وسبعتاشر على ما اتذكر موجودة النون سايت. يعني ايه? السايت ده زي زي من كده ان هو عبارة عن اه زي منقول عبارة عن مجموعة او جروب مسلا. تمام? اي عنصر من العراصر لو هو في نفس المجموعة دي لو كلهم مثلا انا عربي اسمت تلاتة 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 فيتشور لاين. والتلاتة في نفس السايت. يقدروا يتفاعلوا مع بعض. يعني يتفاعلوا بعض. يعني لو تقاطعوا مع بعض هياخدوا من منسوب بعض. زي ما هنشوف دلوقتي. فانا دلوقتي مسلا هعمل فيتشور لاين من السايت ده. تمام? وهبتدي او اضغط على اول نقطة فيقول لي منسبها سفر اوكي. النقطة التانية اللي هي هي دي ومنسبها عشرة اوكي اوكي. حبا انا عندي الخط ده اوله سفر ونهايته عشرة. هبتدي اعمل اناه فيتشور لاين تاني. تمام? متقطع معاه وموجود فين? وميوجود معاه في نفس السايت. حلو? اول نقطة هنا هخلي منتسبها خمسة. واخر نقطة اللي هي هنا هخلي منتسبها مسلا ان كام? اللي هو هقول له هي منتسبها مسلا اتناشر وبقول له انتر انتر. يبقى الخط ده كده لو انا جيت بسيت على منسيبه. اوله خمسة واخره كام? واخره اتناشر. ولكن زي ما انتو شايفين هو حط لي نقطة في النص هنا. النقطة دي عبارة عن كم منسب? النقطة دي منسبها سبعة بوينت اتنين واحد تمانية. فهنا هو اغير حاجة في معطياتها الخط الجديد لأ. نفسه شايفين عندي انا نسبة الميل السابتة من البداية لحد النهاية. لكن لو رجعت انا بقى شفت الخط التاني اللي تحت ده زي ما انتو شايفين حصل ايه هنا? الخطين تقطعوا مع بعض في النقطة دي والخط الادم اللي هو الاسفل اخذ من منسوب الخطة الاعلى. لان زي ما انتو شايفين هنا هو عمل تغير في الميل المفروض الميل سابت من البداية حتى النهاية. ولكن هنا اخذ نفس النقطة التطلقي زي ما انتو شايفين هنا موجودة على البعض. واخذ من منسوب من منسوب الجديد. فهنا ان الخطوط الجديد هما في سايت واحد لازم يتقطعوا مع بعض. لازم ناخد بالنا في حالة لو احنا نعمل نستخدم feature line ان احنا نعمله كprecline ما ندخلهوش كلهم في site واحد. فالاسهل نعمل ايه? واحنا بنعمل feature line نفسه. انا هقول له feature line جديد. هقول له هنا none. none يعني ما تخلهوش في site. فمهما عملت انا بعد كده feature lines مش هتقاطع مع ايه? مش هتقاطع مع بعض. لو انا اضغطت هنا على اول واحدة النقطة. منصوبها zero. النقطة اللي بعدها اللي هي دي. ومنصوبها عشرة ماشي اوكي. هعمل arc تمام? وبختار له النقطة دي. منصوبها خمسة والنقطة الاخيرة. منصوبها اثنين. انتر انتر. تمام? فعمل لي كده ايه? ال feature line بتاعي. وفي اي وقت انا هعمل خط تاني. لو على سبيل المسال هعمل خط هنا. سوري feature line تاني. برضو في النن. وبختار له هنا. منصوبها عشرة انتر. والنقطة دي منصوبها مثلا خمسة عشر انتر. تمام? لو اخترت انا ده زي ما انتم شايفين ما اضافش نقطة جديدة عليه. وفي نفس الوقت الخط ده نفس الشيء ما اضافش نقطة جديدة ايه? ما اضافش نقطة جديدة عليه. تمام كده? يبقى ده كده الفرق الاساسي ببقى من انواع الخطوط ولازم انت بقى بتوحكم الموضوع دوت. فانت وانت بتوصل العناصر بتاعتك. هو يفضل طبعا بشكل عامل انت بتوصل في حالة لو انت ما عندكش كرفات. وفيتشار لاين لو عندك ايه? عندك كرفات. ده كده اللي هو المقارنة بين عناصر الخطوط عشان ايه تقدر تتحكم فيها اثناء ايه? اضافتها كبريكلاينز. طيب. دي كده اول نقطة كنا حابين نتكلم فيها. تاني نقطة عندنا لو راجعنا للرسمة اللي فيها الهزائية دي. زي ما انتم شايفين هنا عندنا في الاسطح زي ما قلنا في الديفنيشن عندي حاجة اسمها باوندرز. باوندرز دي عبارة عن الحدود بتاعت السطح. يعني ايه الحدود بتاعت السطح? على سبيل المثال انا عندي الرافع اللي زي ما انتم شايفين رفع الارض الطبيعية اكبر من اللي انا ما يحتاجه. في نفس الوقت انا عايزة احكمه بالشكل معين. فمسلا على سبيل المثال انا عايزة اخلي السطح بس داخل المنطقة بتاعت دي. اما البيانات الخارج منطقة المستطيلة اللي انا عملته ده انا مش محتاجها في شيء. فكل ما هناك بعد ما بعمل السطح بيجي على باوندرز هنا بعمل كليك يمين وبقول له اد. وعندي هنا اد باوندرز. عندي اربع انواع. اوتر يعني انا هعمل حدود خارجية للسطح. نشوفها مع بعض مجرد ما هقول له اوكي. فبيقول لي فين الشكل. لازم الشكل ساعت هيكون شكل مقفول. فبختاره وبقول له انتر زي ما انتم شايفين عمال للسطح بتاعي بناءا فقط على المستطيل. اما اللي برا ده هو شاله ايه? شاله من الحسبان معا. تمام كده? يبقى كده هو سغل ايه? سغل لبساحة السطح. اه وبناء على مين على الحدود اللي انا عملتها اللي هي الحدود الاوتر. زي ما انتم شايفين هنا الحدود الايه? حدود الاوتر. طيب. على سبيل المسال برضو انا شغال في منطقة عندي عبارة عن بنزل او بيت. فالبيت ده زي ما انتم شايفين ان الخطوط الكنتور دخلت جوة البيت. في حين ان الرفع المساحي بتاعي كان على حدود البيت من برا. ولكن البرنامج عمل لي مين? عمل لي المنطقة اللي جوة دي فيها خطوط كنتور. فانا عايز اخفي خطوط الكنتور اللي جوة دي بحيث ما تزهرش معي في السطح. لان هو عبارة عن منزل او بيت. وانا مش هشيله او مش هتأثر بيه. هتأثر بيه في الاي اثناء الشغل. لو انا اضغطت هنا وبصينا على السطح قبل بنابتدي نعمل اي تغييرات. هبتدي اقول تمام? وبتدي اعدل السطح زي ما انتش شايفين? او السطح بتاعي واخد المنسيب وكل شيء وفي نفس الوقت واخد مين? واخد المستطيل اللي انا ايه اللي انا مختار. طيب. هبتدي اضيف الباوندرز او المبنى دود على اساس ان هو حدود. ولكن الحدود هنا هتختلف. عامل كليك يمين. على الباوندرز وبقول له ايد. والنوع المرة دي هقول له حاجة اسمها هايد. هايد يعني ايه? يعني اخفيلي جزء ده من السطح. اخفهولي من السطح. تمام كده? مجرد ما بقول له اكي. وبختار الجزئية بتاعتي وبقول له انتر. زي ما انتشايفين لغالي الخطوط الكونتور الداخلية وفي نفس الوقت. بضغط انا هنا وبقول له انا نلاقي ان هو عامل للسطح ايه? مجوف في المنطقة دي. اه دي طبعا بتنفع ايمتا يا جماعة في ساعات في ناس كتير ما بقول لي انا بحسب كميات مجموعة شوارع وفي بيوت او في مباني ما بينهم. وانا عايزة شيل المباني دي. فساعتها انت بتعمل المبنى بتاعك عبارة عن حدود شكل مقفولة. وبتضيفها كلها عبارة عن مين? عبارة عن اه باوندرز هايد. يعني مسلا انا عندي مبنين تانيين. مجرد ما بضغطي انا في الباوندرز بقول له اد. وبقول نوعها هايد. وبختار له الشكلين ده. الشكل ده والشكل ده. وبقول له انتر. يبقى انا كده لغيت المباني من السطح بتاعي. وفي نفس الوقت لو حسبت كميات الكميات اللي داخل المبنى ما بتزهرش ايه ما بتزهرش معي. لان الكميات زي ما نشوف ان شاء الله بعد كده يعني في الدروس الاخيرة. ان الكميات بتتحسب ما بين بس الاماكن المشتركة ببين سطحين. في الحتة دي ما تعتبرش مشتركة ببين سطحين لانها ما فيهاش ده بيانات في الوقت الحالي. فبالتالي بتطلع برها الكميات. فبقول له ايه السطح بتاعنا بقى في تلاتة ايه هولز زي ما احنا ايه زي ما احنا جا فيه. طيب على سبيل المثال نفس الهولز دي باجه وقالك لا انا عايز اظهر الداتا دي تاني لان انا عايز احسب كمياتها مسلا او عايز اظهرها تاني في السطح. فكل ما هنالك انت عندك حل من اتنين. لو هي بالفعل موجودة قدام منك ممكن بتعمل تراجع في السطح. او لا اسهل من كده انت بتضيف نفس دي. بس المرة دي انا هقول له شو اظهر لي مين اظهر لي الحاجة دي. فبقول له والله الشكل ده والشكل ده وبقول له انتر. بيرجع تاني اظهر لي مين يظهر لي البيانات جواها. من ايه من جديد لو انا بصيت هنا وقلت له على ان السطح تتقفل معي تاني. بنفس تفاصيله ليه? الاساسية اللي موجودة متغيرتش ايه متغيرتش ايه. يبقى في هنا عندي ايه? اربع انواع. الاوتر اللي هو الخارجي. الشو اللي هو بيظهر لك حاجة مخفية. الهايد اللي هو بيخفي لك حاجة ظهرة. والداتا دي عبارة عن اه بيحكم عملية مين? بيحكم عملية لان بسه زي ما انتو شايفين اهنا ضغطت هنا وقلت له انا عايز تمام كده وقلت له وقلت له برا مين? برا السطح. نفس الشي يعني المسلس مسلا المسلس ده كده. المسلس ده مش كامل لان بقيت المسلس بقيته فين السطح خارج حدود السطح. فلو انت عايز تحكم ان الداة بس يعتمد على الداة اللي موجودة جوه السطح فبتختار له النوع الرابع اللي هو مين الداة ايه? داتا كليب. يبقى كده هو كل ما هنالك هيعتمد على النقاط اللي موجودة زي مثلا النقطة دي. والنقطة اللي هنا دي. طب النقطة الخارجية هيا لأ مش هيعتمد عليها فساعتها السطح هيبقى بس داخل مين? داخل جوه حدود مين? الحدود اللي انا هتدخله. لكن اي مسلسات برا هيرغيها مباشرة. تمام? ده كده النوع الايه? النوع الرابع من الباوندرس. دي اللي هي انواع الحدود. لغاية كده تمام يا شباب والصور تمام? ولا ايه? بسم الله. هذا تمام مش طوال. اتفضل. طيب. هنبتدي نشوف كده مع بعض ازاي نقدر نعمل سطح من بيانات تانية غير البيانات الاسسية اللي احنا اشتغلنا. يعني احنا هنا اشتغلنا على اللي موجودة معنا. هنعمل لكم حاجتين تانيين. هنبتدي نفتح مسلا ملف تاني. هستأذنكم كده بس اشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو. اللي هو ده. دي عبارة عن خطوط كنتور. دي عبارة عن مين? خطوط كنتور. لانا زغطت هنا على خط عن لي ان هو أشوف اه اين شوفوا تطوري التفاصيله. ويقول لي ان هو ده ومنسوبه اللي هو المنسوب ده. تمام؟ نفس الشيء لوانا زغطت هنا هيقول لي ب ladться تور دي ديبولاين. وده ايه? وده منسوبه. فدي رح piękطور مستخرج من ايا كان البرنامج اللي مستخرج منه. فانا انا عايز ابتدي اعمل اللوحة الكونتور دي عبارة عن ايه اعبارة عن سطح. اعمل من стطور عبارة عن اللوحة. واللوحة دي متأكد ان هي مسلا اه موجودة بالسطيلات بتاعتها عشان ما نبتديش ايه. بيبقى في عندنا مشكلة. مسلا جينا هنا او جاي بالسطيلات بتاعتها. لان هي دي لوحة كاد. بلوحة كاد زي ما احنا عارفين لو اتفتحت في السفل بيبقى فيها مشاكل. فساعتها لو لو هي لوحة كاد وتفتحتها في السفل. اعلم عليها. خدها الكوبي. ويفتح ملف جديد. وقول له. وابتدي اشتغل. ففي الحالة دي انا عندي اللوحة ما فيهش مشكلة. فهبتدي اقول له انا عايز اعمل سطح جديد. تمام? كده باجي على سطح. سوري على زي عيمين. وبقول له. وباجي هنا بقول له انا عايز اعمل سطح. مسلا على سنوين المسال هسانيه. تمام? والكونتور بتاعه هخليه مسلا كام واحد او خليه زي ما هو اتنين اللي كام? اتنين لعشرة وبقول له اوكي. تمام? هو اعمل لي السطح وزي ما عارفين دايما بيعمل السطح والسطح دي لسه ما فيهوش اي تعريفات. فباجي على الحالة دي اعنا معي هنا خطوط عبارة عن خطوط كونتور. فباجي هنا اقول خطوط كونتور بقول له اد. تمام? وهو حاليا عملية التفاصيل اللي هنا بتفرق من من سطح للتاني. يعني مسلا هنا هنا الويدنج ده هيبتدي يقلل نقاط. لو مسلا على سبيل المسال الخط دوت عليه نقطة كل كل متر مسلا. فانت لو قلت له لا العمل لي ويدنج فاكتور خمستاشر متر يبقى كل خمستاشر متر هياخد نقطة للسطح. سوري نقطة من الخط ويتجاهل النقاط الباقي. هنا في حالة لو انت عايز تزود نقاط فبتزود له نقاط. دي في حالة لو انت عندك كيرفات كبيرة زي كده ممكن بتقلل بحيث هو يبتدي ياخد ايه النقاط زيادة على على منطقة الكيرفات. ففي الحالة دي مسلا خليه. طبعا المعايير دي بتختلف من سطح للتاني على حسب التفاصيل اللي موجودة في اللوحة نفسها. تمام? وبقول له وبعلم له على الاربع على الاختيارات وبقول له اوكي. ماشي وبختار له بتاعتي وبضغط له انتر وبنتظر اللحظات. ابتدي الراجل عملي ايه? عملي بالفعل سطح. حلو? زي ما احنا شايفينه كده. السطح ايه لحد ما شاكله لحد ما منتظم. بس انا شايف ان الخطوط مش ركبه على الخطوط. هي كل ما هنالك ان الانترفال اللي موجود هنا على سبيل المنسال ادي كده ده هنا خمستاشر. وده كده هنا خمسة. معنى زلك ان هو ماشي تقريبا كل كام وفي واحد تاني تحت هنا. يبقى هو ماشي كل متر تقريبا. وانحنا عاملين السطح بتاعنا كل اتنين متر. فببتدي اعدل بس السطح اخليه كل متر تمام? وبقول له اوكي. وببتدي اشوف اللي هي. طبعا زي ما انت شايفين خطوط الكنتور الاصلية اختفت تحت. بتضغط على السطح نفسه بتعمل دي ار اللي هو درو اوردر. وتضغط انتر. وفي العادي ما بتضغط انتر مرتين لانه الديفولت بتاعه يعني هياخد الرسمة السطح بتاعي ويرسله للخلف. زي ما انت شايفين هي خطوط الكنتور ماشي معي بشكل ايه بشكل تلقائي جميل جدا وما فيش ايه مشكلة. ودي عندي الانترفل بتاعتي ماشي ايه ماشي اوكي. تمام. يبقى انا كده عملت سطح الكنتور بتاعي من خطوط موجودة معي فين في الرسم. السطح دوت اللي انا ضغطت عليه وقلت له مثلا عن ايه سطح ايه سطح زي الفولة تمام بتفاصيل وما فيش اي مشكلة اخد تفاصيل وتكون لها من الايه من الكنتورز اللي ايه اللي عندي. تمام? طبعا اه طيب في سؤال هنا. لو انا لغيت بالخطأ خط كنتور من الاساسيين اللي البرنامج عمل عليهم. خط زي اللي انا بختاره ده روح تعمل له ايه? عمل له دليت. نشوف كده مع بعض على الشمال ايه اللي هيحصل مجرد ما بضغط دليت. دليت وانتر. زي ما انت شايفين السطح حصل فيه مشكلة. طبعا هو بيين لي مباشرة انا عمل لي الانديكيشن ده. لو انا عملت يمين وقلت له تمام? قلت له في فبيقول لي هنا ايه? عندك في الكنتور داتا. اه فيها مشكلة. حصلت مشكلة. تمام? فطبعا المشكلة دي اه يفضل ان انت بتعمل اه يعني لو انت عارفها اوكي اه بتعمل على اساسها. لو مش عارفها بتعمل زده وتبتدي ايه ترجع تاني للخطوات بتاعتك بحيس يجيب لك ايه? الاساسي بتاعك. اه انتهيت من السطح دايما كده. لما بتنتهي من السطح بتعمل تليك على يمين وبتقول له بتاعه بتخليه او بتخليه بحيس يطلع لك ايه? الحدود الخارجية بس للسطح عشان ايه? ما تتلغبتش معاك. طيب الموجودة يفضل ان هي تكون كلها في الليرين اللير واحدة او الليرين ما فيش مشكلة. ومجرد ما انت بتنتهي من مهمتها يعني انت خلاص انتهت مهمتها اللي انت قدفتها للسطح. مجرد ما بتنتهي من الموضوع ده. بتبتدي مباشرة انت ايه? تغفل ايه اللير بتاعتك. مسلا الحلقة دي اللير بتاعتنا اللي هي دي. كده تمام? فببتدي انا اضغط عليها. ساويني هو البرنامج حد الجمعية اللي اه? سوري. كنترول زد. دايما بضغط عليها وبقول له هنا. وبضغط له ايه? بقفله ايه اللير بتاعته دي. وفي نفس الوقت الخط التاني ده ببتدي اقفل مين? اقفل اللير بتاعته. بحيس ما يجيش بالخطأ وانا شغال ان انا ايه? احرك الخطوط دي او الغيها بالخطأ فيحصل معي ايه? ما يحصل معي مشكلة. الحالة دي ببقى برضو اقفل هنا. ايه? الخط التاني. وتقفل كده معي. ما فيش مشكلة والسطح بتاعي سليم ما فيش ايه ما فيش ايه مشكلة. تمام? يبقى لازم ناخد بلنا اسنان ما احنا ايه ما احنا شغالين. طيب. اه في حاجة تالتة بقى اللي هي في حالة لو انا عندي اه نقاط اوتو كاد عادئية خالص. وعايز اعمل منها اه ملف او اعمل منها سطح. يعني مسلا هفتح كده ملف كاد. ماشي. انا معي هنا في الرسمة دي نقاط كاد. لو بصينا كده اعمل شوية زوم. انا نلاقي النقطة الكاد ومكتوب جميل منها الرقم بتاعها. وفي نفس الوقت اللي انا جيت بصيت على اليسار هنا. النقاط دي مالهاش ايساري كبرنامج مفيش نقاط نقاط سيفل ان دي نقاط كاد. ونكتوب زي ما شايفين ال ايه الوحدات مش مزبوطة فساعتها انا هبتدي اخد الداتا دي كلها كده وبقول له كنترول سي. وافتح ملف جديد عشان ايه اتفادع عملية ان انا استدعي آآ استايلات. وبقول له بيست اوريجنال كوردونيتي. بان اخدت الداتا الاساسية بتاعت اللوحة وجبتها معي هنا. عندي الاسكيل مزبوط وعندي الستايلات بتاعتي موجود. طيب. هل هل شرط الجزئي هنا هل شرط اللي انا لازم احاول النقاط دي لنقاط سيفل الاول وبعدين اعمل منها وبعدين اعمل منها السطح ولا ممكن مباشرة اعمل منها السطح. هو يفضل طبعا اللي انت تحولها وتعمل منها السطح. ليه? عشان يبقى عندك ال الاتا الاساسية اللي انت عملت منها حيس تقدر تتعامل بها. ولكن على سبيل المثال انا مش عايزة لان الخطوة دي انا عايزة من السطح مباشرة من النقاط وده ينفع. كلك كمين هقول له برضو هسمي اي جي في الحالة دي على سبيل المثال. وباجي هنا في الديفينيشن هنلاقي عندنا هنا حاجة اسمها دروينج اوبجيكتس. يعني ايه دروينج اوبجيكتس؟ يعني ان انا ممكن اعمل آآ تفاصيل للسطح من عناصر رسم. ايه هي عناصر الرسم دي؟ يعني الوينتس اللي هو يقصد بها هنا الوينت بتاعت الاوتوكاد. في حالة لو انا عندي خطوط آآ بمنسيب يقدر يجيبها. لو انا عندي بلوكات بمنسيب ياخد المنسوب اللي موجود من بلوك يقدر يعمله لك سطح. تيكست حتى الكتابات يقدر يعمل منها. تري دي فيسز اللي هي اسطح السلسية ابعاد والبولي فيسز. ففي الحالة دي انا عندي وين عندي الوينتس مجرد ما بقول له اوكي. فبيقول لي فين الوينتس. هو هنا بيدور على بوينت كاد مش بوينت سيفل. تمام؟ بوينت كاد لان هو بيقول لك دروينج اوبجيكت اصده هنا كل ما هو عنصر كاد. فبديدي اعلم عن بداية كلها كده وبقول له انتر. زي ما انت شايفين عمال لي سطح. بناء عن عداتها اللي موجودة. اللي هي النقاط اللي موجودة دي. وفي نفس الوقت لو انا عملت كليك مين والتير ووريني بس شبكة المسلسات. وبقول له اوكي. اهي. زي ما انت شايفين هو جاء عند كل نقطة. طبعا البوينت مش بينه. فبقول له بي تي طيب. واظهر له بس شكل النقطة كده. ادي النقطة بتاعت مين? النقطة بتاعت الكاد بتاعتي وهو عمال لي شبكة المسلسات بناء على نقطة الكاد دي. تمام? طبعا دي المسلسات الزيادة اللي لازم ايه بني مسحها بعد كده. يبقى استخدم مباشرة النقطة الكاد. طب هل بقت النقاط دي موجودة في السيفل? لا مش موجودة. زي ما انتم شايفين هنا الوينت و المفهومش اي شيء. طيب. ايه اللي هيحصل لو انا لغيت النقاط دي من على الرسم. مجرد ما بعلغي النقاط كده بقول له ديليت. السطح ما حصل لهش حاجة. بعكس الكنتور لما لغيت الكنتور حصل ليه حصل ليه مشكلة. فالبرنامج في حالة لو انت بتعمل السطح بتاعك من عناصر كاد اللي هي تعتبر من هنا زي ما انتم شايفين دروينج اوبجيكت. هو بيعمل السطح وملهوش دعوة خالص العناصر دي تلاغت ولا لا. ما فيش اي مشكلة بالنسبة له. ما فيش اي مشكلة بالنسبة له. اه طيب هو في سؤال ايه نقطة كيف هي اخذ الارتفاعات من نقاط الكاد? هو نقاط الكاد ليها منصوب يعني انا عندي هنا طبعا هو مش اخد الارتفاع الكتابة هو اخد نقطة الكاد نفسها ليها منصوب. فهو بالنسبة له اخد ايه? اخد المنصوب بتاع النقطة اللي موجودة. ولكن لو انا لغيت النقطة هو بالنسبة له البرنامج ما تأثرش لانهو خلاص عمل السطح وانتهى من النقاط دي من الابجيكتس الموجودة دي. فالأوبجيكت دي زبا بقى هي وخطوط او 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 وانت لغيتها من الرسم هو مش هيتأثر بها. هو خلاص قريدي بنى السطح بتاعه. بعكس الكونتور هو بيعتمد عليها. تمام? فلو احنا لغيناها بالصدفة او صوري قدر ان يعني لغيناها فمفيش مشكلة في ايه? في عملية الالغاء دي. طيب لو انا حبيت بقى اللي انا احصل على النقاط بتاعت مين? بتاعت السطح دي. على سبيل المسال السطح جالي وانا عايز اخلي النقاط دي موجودة معي في الرسم. عندنا كزا طريقة. اه ابسط طريقة اللي انت مجرد ما بتعمل كليك مين عليه وبتقول له ايدت سيرف ستايل وبتظهر النقاط بتاعتك البوينت وبتقول له اوكي. هنلاقي ان احنا النقاط السطح نفسها موجودة اهي. دي كلها عبارة عن نقاط السطح. هي نفسها بنفس مناسبها من النقاط الاوتوكاد اللي احنا عملناها. وساعتها بقدر استخرج النقاط دي زي ما نشوف كمان شوية ايه بعدين. تمام? يبقى احنا كده نقدر حتى لو السطح اتعامل من عناصر والعناصر دي تلاقت اقدر في اي وقت ارجع مين ارجع النقاط دي باعدة طرق زي ما ايه زي ما نشوف ان شاء الله. تمام? ده كده في حيات لو احنا عملنا سطح من خطوط كنتور. يبقى احنا قلنا خطوط كنتور لازم اه سوريا ناسف هنا. اه خطوط الكنتور. يفضل انت تايفرها بعد ما تخلص السطح. وهنا في حيات لو ايه من عناصر ايه من عناصر الرسم. موجودة في ايه موجودة في الرسم معانا. اه دلوقتي اي سطح بيتم عمله البرنامج مجموعة بشارة بيجيب لنا مجموعة بيانات خاصة بالسطح ده. يعني ايه بيانات? لو انا ضغطت على السطح. وجيت روحت ايه. باجي في التاب السحلي اللي اسمه statistics. statistics اللي هي احصائيات السطح. عندي مجموعة احصائيات. وطبعا برضو الامتحان بتاع السابل 3D. لما بيجي بيسأل دايما بيقول لك اعمل خطوات في السطح. وفي الاخر قاس بتجيب له نتيجة من هنا. ان ال statistics اللي هي ايه? الجزئيات الخاصة بين بالسطح نفسه وتفاصيل السطح نفسه. فلو جيت انا في ال general هنا. ففي ال general هنا الرجل بيقول لي ايه مجموعة التفاصيل. رقم واحد عدد النقاط المكونة للسطح عبارة عن تسعتاشر الف تسعمائة ستة وتلاتين. طبعا السطح ده انا عمله من خطوط كنتور. ولكن هي الفكرة كلها ان انت انا ما عملت خطوط كنتور البرنامج بدأ يحط نقاط على خطوط الكنتور دي نقاط سطح نفسه. نقاط سطح. وبالتالي نقاط السطح دي وصل عددها تسعتاشر الف تسعمائة ستة وتلاتين. طبعا دي هو هنا بيتكلم عن نقاط السطح مش نقاط الايه? مش نقاط اللوحة او البوينتس اللي موجودة في في فل بوينت جروفز وما الا زالك. طيب قال لك اقل اكس واكبر اكس واي واكبر اكس واكبر واي. والم ту by وcap اليف gone means يعني تفاصيل ايه اقل ايه? اقل ال اكس والاي اقل واكتر واقلات منسوق موجود في الرسم كام واعلى منسوق موجود في الرسم كام وحاجة اسمها المين الفيجن. ايه هو المين الفيجن? يقصد بالمن الفيجن هنا مش افرج ما بين الاتنين في ناس بيختلط عليهم الامر برضو. المن الفيجن هنا وهو المنسوب المتوسط بناء على شكل السطح واللي هو المنسوب المثالي اللي انت لو انت فرضا يعني حبيك تعمل قطع وردم بتبتدي تختار المنسوب ده. المنسوب ده بيخلي لك كمية القطع بالزبط قد كمية الردم او مقاربة لها جدا. بعكس الافريج. لو احنا اخدنا اللي ترقمين دول وعملنا كده عملية حسابية سريعة. وجبنا الافريج اللي هي الف سبعمائة وتسعين. تمام كده? آآ زائد اتنين واحد ثلاثة خمسة على الاتنين. يدي لك الافريج هنا كام? الف سعمائة اتنين وستين. في حين انه هو المين اللي هو جايبه لي هنا الف تنمائة سعة وخمسين. فهو البرنامج عمل ايه? طبعا دي احسايات للسطح. في السطح هو شاف الاريا بتاعت السطح كام? وشاف المنسوب بتاعه الاقل كام? والاعلى كام? وحسب لي المنسوب دوت بناء على الاريا اللي موجودة. قال لي ان المنسوب المتوسط اللي هو اللي يبتدي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وسويت عليه يبتدي يديني كميات الاط عد كميات الردمة مباشرة بقناة العالمين على المنسوب ده. مش منسوب الافرج. تمام كده? الافرج مش هينفع معنا فين في الحالة دي. طيب المنسوب ده طبعا بيتغير بتغير شكل السطح. يعني لو شلت شوية مسلسات هيبتدي المنسوب ده يتغير معي. هلو كده? فلازم نخد بالنا من جوزية دي. لو انت حبيت تساوي الارض زبط السطح المباشرة لزبط السطح الغادي الاخر. حيس تلغي اي مسلسات زيادة اي اماكن مالهاش اي قيمة او مالهاش اي اعتبارية معاك. يعني مسلا جزئية فيها مبنى عايز تشيلها. عمل لها بتاعتها وما الى ذلك. وبعدين تعال اشوف المنسوب اللي عاي تساوي عليه لان هو بيشوف بناء على الارض من الارض السطح بشكل كامل. طيب. تاني حاجة عندي هنا اللي هي الاريات. يعني ايه الاريات? انا عندي الاريات تحت السطح هنا زي ما انتم شايفين اللي هي المسطح اللي انه اخضر. نعمل بس زوم سنة كده ونرجع تاني للمنطقة دي. نخليها معنا هنا. وانا اختار السطح اهو. ماشي. انا عندي الاريات المسطح اللي انه اخضر ده. تمام كده? دي الاريات السرعية للابعاد. عندي حاجة اسمها السطح السلسي ابعاد. ايه هو السطح السلسي الابعاد? اللي هو الشكل الفعلي للسطح بتغيراته. اه يعني على سبيل المسال هنا في المنطقة دي فيها جبل. فطبعا منطقة الجبل الفلات غير ما تطلع على الجبل وتاخد تفاصيله. فهتلاقي مثلا ان تري دي اري هنا مختلفة عن التو دي اري بالشكل كبير. ليه? لانها عندي منطقة هنا فيها جبل. اما لو المنطقة شوفها مستوية فهتلاقي الاتنين مقاربين الى بعض. ولكن هنا هو بيعمل اعتبارية حساب مين? حساب ايه? حساب المنسيب معاه. فلو انت حبيت تعمل تغطية على سبيل المسال انت بتعمل مثلا منطقة هتعمل لها كلها مثلا نجيلة او زرعة او اي امكان وعايز تحسب الارية الفعلية للشكل بتاعك. فلو انت اخدت الحدود الخارجية ده شيء ولو انت اخدته بتفاصيله جوه بمناسيبه ده شيء مختلف. فلازم في الحالة دي لو انت هتعمل تغطية للسطح. يبقى انت لازم تاخد مين? لازم تاخد التفاصيل بالمناسيب وتيجي تشوف هنا ثري دي اري بتاعتك كام? عشان يجيب لك الكمية الفعلية او المسطح الفعلي للماتيري اللي تحطها سواء مثلا زرعة سواء رملة او ما الى زلك. تمام كده? اللي هي سري دي ايه سري دي اري. طبعا بيجيب للمبردون هنا المناسيب فالمناسيب دي مش مش مقدرة اقوي فعني مش دخرة في عين الاعتبار اقوي خلينا في التن التن اللي هي شبكة المسلسات فبيقول لي ان هو عمل شبكة مسلسات عبارة عن تسعة وتلاتين الف سلتمية سبعة وعشرين مسلس وبساحة المسلس المني ممكام والماكسي ممكام واطول طول واقل طول وما الى زلك. يبقى كل تفاصيل السطح اللي احنا حبين نبص عليها موجودة فين? موجودة هنا. اللي همنا اكتر طبعا ال دي والسري دي اريا. وكذلك هنا المنيمون والماكسي ممجم والمين ايه? والمين تطيب دلوقتي احنا عندنا في السطح نفسه اه ممكن نعمل حاجة اسمها انالسيس للسطح يعني يعني انا عايز اشوف والله هبتدي اقصم في السطح ده بناء على مناسيب معينة. عايز اشوف مثلا مناسيب كل عشرة متر كل عشرين متر بتفاصيل مختلفة او بالوان مختلفة على سبيل المثال. فببطلية ادخلها للسطح وبقول له هنا هنلاقي تاب خاص من الاناليسيز. خاص بالمين من الاناليسيز. الاناليسيز دي بناء على التفاصيل اللي انت محتاجه. هل انت عايز الاناليسيز يعني هيقسمه لك بناء على مناسيب او انت عايز اللي هي اتجاهات المية. حلو كده. اتجاهات يعني اتجاهات المية يعني. والسلوبس دي اللي هي اتجاهات العامة بتاعتنا للسطح. في عندي والكنتورز وما الى زلك. فالحالة دي انا هبتدي اقول له وهنا عندي كزا حاجة. فيه ممكن او اللي انا هبتدي مسلا كل خمسة متر. وابتديني منين من المنسوب ده يعني هبتديني المنسوب ده ومشي لي مسلا كل على سبيل المسال كل خمستاشر متر. وبقول له زي ما انت شايفين هو ابتدى هنا قال لي ايه اول منسوب اللي بدأ منه. وبعدين وصل الزاد ضف خمستاشر متر. وهنا عامل لي الالوان كلها بالازرق. في الحالة دي انا مش عايز الوان مسلا بالازرق انا عايز الوان توضح لي الفروقات. فكل ما هونالك بتيجي انت في السطح بتاعك على سبيل المسال بتختار نفس الستايل او استايلات تانية ما فيش اي مشكلة. وبتديد يزغط على هنا. وبتيجي في على مين? على حسب النوع اللي انت مختاره. انا مختار فبتيجي اعاد في زي ما مش اخفين. هو بيقول لي هنا. عن بلوز فانا بقول لها انا مش عايز الوان انا عايز اساول رينبو. تمام? او عايزه مسلا بلاشتين رينبو عشان بان نساهمش غلط. عندنا الاند مسلا. وبرجع في الاناتسز هنا وبتغط على السهم دا زي ما انت شايفين بدأت ايه الالوان تختلف معاية. وبقول له اوكي. زي ما انت شايفين ما حصلش اي شيء في السطح. يعني ما شفتش اي تفاصيل. يعني دولتي هو نفس السطح مختلفش. الفكرة ولكن ما اظهرناهوش في اليارس بتاعته. بتيجي انت بتقول له surface style وبتيجي على قيمة display هتلاقي ان احنا عمليه مين elevations دلوقتي بتعلم عليها وبتقول له اوكي هيبتدي يظهر معاك مباشرة الالوان بتاعت مين الالوان بتاعت السطح. طبعا هي الالوان مش باين قوي فهنضطر نستحسنكم ان احنا نعمل ايه الانالسيس بلون فائع شوية اللي هو rainbow للأسف وبقول له اوكي. وببتدي اعمل ايه لالسطح الليازم بدخل على السطح الألالسيس وبدسه على السهم اللي نزل تحت وبقول له اوكي زي ما انت شايفين هيبتدي مباشرة يباين لمين باين للسطح ببناء على الالوان طب الالوان دي عبارة عن ايه انا عايز افاهم بردو. كل ما هنا كنت بتضغط على السطح وبيجي لك هنا حاجة اسمها add legend ده اللي هو المفتاح زي ما بسميه مفتاح الخريطة في الحالة دي بيقول لي عايزه dynamic او static الفكرة ما بين dynamic كل static انه هيبقى متغير معاك ولا سابت فالديناميك طبعا يكون افضل بحيث لو انا غيرت حاجة في السطح يضغير مباشرة الشكل معايا بيقول لي الديناميك في المنطقة دي زي من شايفين يجيب لي هنا يقول لي والله انت عندك اللون الاحمر ده كده الرنج اللي هو من 1790 ال 1850 وبال ihrUNT و tetjdيني كل رنج و طبع اهل منصوب كما اكبر منصوب كما والارية بتاعته كما بكده ان Pam aho П عندي اللي هي النقطة مين? النقطة دي. اللي هي النقطةة الا flatten زي بقول له زي بقول له تحليل السطح المعرفة مثلا اقل مناسيب فين واعلى مناسيب فين? بحيث ان عساوي مثلا ايس وانا عارف ان المنطقة دي العالية هي دي المنطقة المنقفعة هي دي اللي هردم فيها وما الا زالك. ده كده النوع من الانواع الانال وتنسيس. فيه انواع تانية بالفعل موجود فيه لو انا غيرت الاسطيل هنا تمام وجيت على سبيل المثال انا اقفل وهبتدي اعمل سلوب ارز وبقول له اوكي واننتظر عليه زي ما انتم شايفين هو عمال لي بناء على الاسهم بشكل ايه بشكل اسهم زي ما انتم شايفين هكده حلو اتجاهات طبعا في حالة لو انا واقف هنا زي ما انتم شايفين لو انا واقف في المنطقة دي هبتدي افتح بس خطوط الكنتور عشان نشوفها بشكل اوضح معنا حضوط الكنتور او زي ما انتم شايفين لو انا واقف في المنطقة اللي فوق دي معنا زي المنطقة دي مرتفعة لان كل الاسهم بتبعد عني معنا ان هي بتبعد يعني اعتبال ان هي زي اتجاهات مية في اتجاهات المية المية مش هتوقف المية هتبتدي تلمشي ويتحرك في الاتجاهات دي كلها نفس الشيء هنا طيب المسلسات دي نفسها بناء على ايه طبعا هو ده الاناليسيس فانت ممكن برضو تعدل هنا اوات لو جينا في الاناليسيس بتاع السلوب ارز على حسب انت عايز كم رينج واحد اتنين تلاتة خمسة ايا ان كان فانا عامل هنا مثلا خمس رينجات بياخد نفس الالوان اللي انا بختارها في السطح بالحالة دي انا اخد الرينبو فاخد الرينبو فبقول له اوكي زايد المسلس ده كله السهم ده قوله ما هناك ان هو عبارة عن سهم اتجاه المسلس الفعلي اللي تحته لو انا فتحت هنا في الستايل اتجاه انا عايز اشوف شبكة المسلس ايته وبقول له اوكي هنلاقي ان كل مسلس ده مسلس اهو في سهم المسلس ده في سهم المسلس ده في سهم يبقى عملية الاسهم اللي بتطلع بناء على عدد المسلسات اللي موجودة زا ما حتيو شايفين كل مسلس عبارة عن سهم يعني اعنى هي مسال المنتها دي اعنى هنا مثلا المنتها دي مليانة قوي ليه لان فيه اسهم الكتيرة نفس الشيء المنتها دي مليانة اسهم كتيرة ليه لان فيه مسلسات هنا كتيرة حلو لكن فيه مكين تانية هنا مسلا كده العملية اوصعمة شوية فالمسلس هو جايب السهم في نص الايه في نص المسلس تمام كده ليس ممكن الانالسات بتاعت عليك بادي تشوف ايه عمل عملية تحليليةagers السطح. ايه اوطا منسوب اعلى منسوب الدجهات المية او ما الى ذلك. طبعا فيه options دانية موجودة في البرنامج لو ضغطت كده. زي ما شو فيه حاجة اسمها فيه drop water. انا ننفل بس الاول الاسهم بتاعتي دي عشان ما تبقاش كتير قوي معين اول المسلسات لو سمحتم. تمام. لو انا عايز اعرف. لو انا المية على سبيل المسال المية بتاعتي جيت انا هنزل المية في المنطقة دي. المية دي عدت راح فين. فلو ضغطت انا هنا بسولية اعمل drop water. بيقول لي عمل لك الخط ده بشكل 2d poliline ولا 3d poliline بحيث ان انت بيتحتى تطلع بياناته. ففي الحالة دي انا عايز او 2d poliline بس. وقول له اوكي. وببتدي اضغط مسلا في النقطة دي. زي ما انتوا شايفين. قال لي والله لو انت المية نزلت في المنطقة دي. المية تبتدي تتحرك في الانتجاه ده. وتيجي تقف فين. وتيجي تقف فين. يبقى ده انا هستخدمه دايما فين لما انا حتى بعمل مسلا اه منسوب تصميمي الاسفلت او شيء. وعايز اعرف الاماكن اللي المية هتجمع فيها فين. مجرد ما بضغط في اي مكان في السطح. اللي بقى اجيب لك حتى مسال ان شاء الله بنشتغل على الطريق. تقف مع اي مكان في السطح بتاع تصميم بتاعك. وبتقول له drop water. بيقول لك فين انت المنطقة اللي انت عايزة والله انا عايزة اقف. المية بتاعتي هي تجي هنا. فبيقول لي والله المية دي كلها هتفضل ماشية ماشية وتجمع فين? وتجمع في المنطقة دي. لو انا مسلا المية رميتها في المنطقة دي كده. اهو زي من شايفين نفس الشيء. بيعمل لي بولي لاين انتجاه سير المية بتاعتي هتبقى رايحة فين ومشي ازاي. تمام كده? يبقى دي كده كلها مجموعة آآ أو مجموعة تحليل للسطح. اقدر من خلاله اعرف ايه. اعرف بيانات آآ السطح دافسه اتجاهاته ايه وموقفه ايه. آآ ده في الاناليسيز هنا ولكن احنا ده اسرع حاجة نقدر نعملها. العكس يعني ايه? انا هنا لما بقول له المية تنزل هنا في بيقول لي اتجاهها فين? اما اللي انا ما اختارها دي حلو. المية في حالة لو انا عايز اه اه اعرف المنطقة دي او النقطة دي. اتجمع مية منين. مجرد ما بضغط هنا بيبتدي هو يعمل لي ايه زي من شايفين? لا زي واحدة هو طبعا بيعمل زي ما انتم شايفين. انا دي عمال لي المنطقة دي كلها. قال لي كل المنطقة دي زي ما انتم شايفين كل المنطقة دي المية بتاعتها هتجمع في النقطة دي. يبقى كل المنطقة دي اي مكان المية هتنزل فيه. حلو كده? المية دي هتجمع لي فين? تجمع لي في النقطة دي. يبقى هو هنا عمل عملية عكسية. هو كل ما هنالك انا حددت له الحتة اللي انا عايز اشوف المية هنا عجلي منين? فهجيبها لي. بعكس مثلا مين معكس طريقة الاولى اللي هي انا بحدد له منطقة واحدة بيقول لي المية راحة فين. لكن هنا الجزئية دي لو انا حطيت هنا المية دي عجلي منين فقال لي والله ان كل المنطقة اللي كنت معلم لي عليها دي اتجمع كلها فين في الحتة الايه? حتة دي. دي اللي هي الكاتش من تقريه. تمام كده? اما اتجاه واحد بس الايه لمصار واحد لمصار المية. طيب كده ادوات تحليل السطح عندنا ازهار الكتابات على السطح. ايه هي الكتابات بتاعت السطح? زي ما قلنا ان كل عنصر من عناصر لامكانية اللي احنا بنظهر كتابات عليه او كتابات خاصة بيه. مجرد ما بختار العنصر ده بيجي لي على الشمال هنا يقول لي بتاعتها وبالتفاصيل اللي عندنا. عندي هنا اللي هو عملية السلوب انا ما عايز احسب سلوب ما بين نقطتين. عندي يعني مجرد مجرد ما هدي كليك على السطح بيبتتي يجيب لي المنصوب كام. عندي بيعمل لي شبكية مناسيب. اه زي ما احنا شايفين حتى في الصورة اللي ظهرت دي. وفي عند الكونتور سينجل والكونتور مالتبال اللي هي الكونتور نفسه يبتدي يظهر للكتابات عليه وفي اخر حاجة خالص الكونتور انترفال. مبدأي ان نبتدي نشوف مسلا السلوب. مجرد ما بيقول لي السلوب بيقول لي عندي نقطة واحدة او نقطتين. ايه فرق نقطة ونقطتين? النقطة واحدة اللي انا ما كان احديله كل ما هونالك النقطة سوريا لازم بتحددله الاول. مجبا ما بتقول له هو بيجيب لك الاسلوب على المثلث اللي انت عملت عليه ده تمام? طبعا زي ما نشايفين هو هنا عامل مثلا اه انا عايز بتاعي ببيرسنتج مثلا اللي هي النسبة المقوية مجرد ما بتغير البتاعك بيجيب لك النسبة المقوية كام. حلو يعني ده عملية ايه عملية كل ما هنالك هي عملية بتدري تيه تحدد تختار زي ما انت عاوس. لو انا عايز من البداية اختار عملية ان هي تبقى نسبة مقوية ببطيدي اضغط على السطح واجي هنا على اد لابلز بطلع لي التيبل ده كده وبختار له من هنا الستيل اللي انا عايزه في البرسنت بتاعتي اينا وانتم مجرد ما بقول له اد بيسألني نقطة واحدة للنقطتين. نقطة الواحدة بيجيب لي المثلث اللي هو وقف عليه النقطتين بيديني النقطتين اللي انا وصلت ما بينهم يعني انا هاخد مثلا من النقطة دي لحد النقطة دي. كل ما هنالك هو عمل ايه؟ اخد منصوب النقطة دي واخد منصوب النقطة دي وجاب نسبة ميل على حصها وحسبها. طيب بالمنطقة اللي في النص ما بين النقطاتين دول المناسب متغيرة او النيول متغيرة لم ياخدهاش في الاعتبار. هو بياخد معا هو النقطة واخر نقطة. طيب! كده بياخد ا вот او اخر نقطة. طيب! عندي هنا هو ده اللي هو الخاص بمين? خاص لسلوبرز النوع التاني عندي هنا كل ما هنالك ان انا بختار له على سبيل المسال بقول له والله النقطة دي منصوبة كم؟ بيجيب لي مباشرة النقطة منصوبة كم؟ مجرد ما أنا بضغط بس click واحدة بيبتدي يجيب لي ايه؟ بيجيب لي المنصوب بتاعها. طبعا برضو styleات. زي ما نشافين هو بيين هنا رقامين بعد العلامة العشرية عايز ثلاث ارقام. ببتدي اعدل style. زي ما عارفين احنا وبنضغط هنا والcontent بتاعتي مجرد ما بضغط هنا هو بيقول لي رقامين بس فبقول له لا انا عايز ثلاث ارقام. ودصله على المسلس سوري السهم اللي في النص وبقول له اوكي اوكي. عن لي مباشرة نغير هالي ثلاث ارقام. ده في حالة اللي هو spot elevation. spot elevation on grade بيطلع لك بشكل شبكة. اه في الحالة دي هنختار مسلا ماركر basic. وباختار له باختار له مسلا انا عايز بقول له add. فبيقول لي الشبكة الخط القاعدة بتاعها الاساسي فين النقطة دي. الزاوية بتاعتها كام؟ ففي الحالة دي مسلا على سبيل المسال هقول له مثلا الزاوية صفر. تمام؟ فبيقول لي ما بين الكتابة والكتابة فبقول له مثلا عشرة متر. وفي العشرة متر في الاستينج وفي الاستينج وفي الاستينج والواي. وزي ما انتم شايفين هو عمل شبكة شبكة مربعات خورة اهي. تمام؟ ببيقول لي اعلى نقطة انت عايز تظهر فيها الكتابات فين النقطة دي. زي ما انتم شايفين الكتابة دي هتظهر لجوه المربع اللي انا اخترته ده او المستطيل ده. وعلى الكورنر ده عند كل كورنر هيبتدي نزل الكتابة جديدة. ومجرد ان بتضغط انتر بيبتدي يزهر لك الكتابات على الرسم. طبعا هنا ادي عبارة عن كتابات مش نقاط. طبعا كده ادي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتابات. لو الكتابات ده اخلاف ببعض يا اما بتقلل حجم الكتابة او ان انت بسهولة بتبتدي هنا تغير من حجم بتاعك بتبتدي الكتابات تقل زي ما انتم شايفين. فبيجيب لك المنسوب عند كل عشرة متر زي ما احنا اخترنا. اه سعيني بس عشان سفحة في ايوة. طيب. اه الحاجة اللي بعد كده عندنا كنتور سنجل والمالتبل. المالتبل طبعا اسرع. السنجل اللي اللي انا كنا هناك انا عايز ازهر كتابة على خط واحد بس. على سبيل المسال من هنا. واتغط له على الخط ده بيبتدي يزهر لكتابة على خط واحد. ولكن لو انت عايز مجموعة خطوط كتيرة وده الاكسر استخدامة اللي هو المالتبل. وكله بتقول له اد. فبتختار له مسلا على سبيل المسال انا عايز من اول هنا لحد هنا. يبقى اي. دي بس نكبر الكتابة. ما استعزنكم نشيل المجموعة دي. عشان نكبر ايه. الكتابة متخشش في بعض. بسم الله. اي. واحد لالف. اي. زي ما انت شايفين هو كتب لي على كل خط من الخطوط اللي انا ايه عملت عليها اه انديكيشن او سوريا عملت عليها اعلام. انه اضغطت هنا اول تقول انا عايز. كنتور مالتبل. هبتدي اضغط مسلا من هنا. لحد هنا. زي ما انت شايفين الخط اللي انا رسمته. اللي هو فعليا الخط ده كده. اي خط كنتور هو عد عليه. رسم لي على طول مباشرة مي مباشرة خط ايه. الكتابة بتاعته. مجرد ما انا ممكن برضو الخط ده نفسه ممكن احركه زي ما انت شايفين. في اي اتجاه هيبتدي مباشرة يتعدل معي ويزود الكتابات على ايه? على الخطوط. طبعا الخطوط دي او الكتابات دي لها ستايلات. مجرد ما انت برضو بتضغط على السطح. وجيت هنا في في الستايلز بتاعته. في اللي هو المالتبل تمام? الميجور اللي هو الخط الرئيسي ليستايل والمينور لي خط ايه? لي خط كتابة وبتتدي تعدل ايه? تعدد عليه. تمام? اه عندنا اخر حاجة اللي الانترفل دي. طبعا هي الانترفل بقى بيبتدي ايه? اخر حاجة في الكتابة ما ليش? اللي هو كنتور انترفل. بيبتدي لو انا عدت له على مجموعات الخطوط دي. هو بيسألني عايز الكتابة تظهر كل كم متر على الخط نفسه. فالحالي اقول له مسلا كل ميت متر وبقول له انتر. زي ما انت شايفين. كتاب لي كتابات متعددة على الخط. والمسافة ما بين الكتابة دي وما بين الكتابة دي على نفس الخط بيبقى عبارة عن ميت متر. طبعا ده بحالة لو انت عايز تملى اللوحة مباشرة بخطوط كتير لان هو اخد نفس الخط هنا وفضل يكرر فيه زي ما انتو شايفين على طول الخط. تمام كده? يعني انا في الحالة الخط بتاعي ده هنا هو ما عمليش ما عمليش كتابات على باية الخط هنا. لان هو واخد بس تحت الخط اللي انا رسمته. اما في الانترفل لا اهو بياخد خط نفسه ويبتدي يحط على الكتابات زي ما انتو ايه? زي ما انتو شايفين كده. تمام? طيب. ده كده احنا وصلنا الحمد لله لحد اه اغلب الحاجة بتاعتها للأسطح. هي بس انا عز حاجة اخيرة, استخراج بيانات من السطح. يعني استخراج بيانات. لو انا ضغطت على السطح نفسه عندي هنا اسمها مجموعة اختيارات من ضمنها اللي هو الاعداء. الا pacefer الحسب العناصر اللي انت عايزها في حالة لو العناصر دي بين على الرسم بتدير تستخرجها مش مش هتقدر تستخرجها. يعني في الحالة دي انا مبين خطوط الكنتور الرئيسية وخطوط الكنتور السنوية ومبين الحدود الخارجية. فالحالة دي انا ممكن استخرجهم عبارة عن Polly Lines موجودة في الرسمة. لو انا قلت له اوك انا عايزة اخرج التلاتة بدول مجرد بيقول له اوك سامل شافين هنا. الخط ده عبارة عن مين. لو انا قلت له control واحد найبارة عن Polly Line واخد منصوب بتاعه. Polly Line واخد المنصوب بتاعه. نفس الشي الخط ده Polly Line واخد المنصوب بتاعه. في نفس الوقت الخط الخارجي للسطح rettabary by a 3D Polly Line. هو ااخد الملسيب المختلفة بتاعها. تف XP كده يبقى هو اخرج لي كده كل الحاجات اللي باينة اللي هي كانت الخاص بالبوردر والكونتورز بتاعتي. تمام كده? والسطح طبعا لسه موجود يعني اه هو دلاتي هو بس اه الخط بتاعي طالعي فوق هو بقول له دي ار وانتر مرتين. بيبتدي ايه? دي ار دبل انتر عشان ينزل لتحت تمام? وابتدي اختار السطح السطح بتاعي موجود. ولكن هو استخرج لي مجموعة البيانات ان انا ايه? اقدر بعد كده اوصلها مسلا يعني مسلا على سبيل المسال انا هاخد الخط ده والخط ده. اقول له select similar بيختار لكل الخطوط للشبيهة. control c. بروح ملف جديد. اقول له paste original coordinates. zoom extend. اه. يبقى دي كده عبارة عن لوحة كنتورية اقدر ايه? اه ابعتها لأي حد لو اعيزة بعد لوحة كنتورية بدون كتابات بدون شيء. لان زي ما تشافين الكتابات اللي انا عملتها هناك. مبتزهرش معي هنا. لان دي عبارة عن خطوط كنتور قدر استخدامها وعمل منها اي سطحة تاني. اه من ضمن الحاجات سريعة برضو سريعة انكاتب سريعة. لو انت شغال دايما بقى قافل دي ما تفتحهاش. لان دي الشاشة للحاسة لو لو الملف بتاعك بيتقل معك. كربما راجع فيلها هتلاقي الملف بقى ايه? اصرع شوية. طيب اه كده اللي احنا استخرجنا مين? استخرجنا الحاجة اللي زهرة زي ما قلنا لانه البرنامج بيستخرج لحاجاتها دي زهرة فقط. فلولا الحاجة اللي انت عايزها مش زهرة معك. بتظهرها الاول من على زي ما انا عايز استخرج النقاط او استخرج الاسطح. كويس ان احنا جمعنا للحكاية دي. لو انا عايز مسلا ابتدي عندي سطح تصفين دي خلاص خلصته. وعايز ادي السطح دوت للشباب مسلا في طقم المساحة عندي. بحيس يبتدوا استخداموا السطح دوت في الموقع. فبنستخدم احنا الحكاية دي ازاي اللي احنا بنعمل بنظهر شبكة المسلسات زي ما انتم شايفين كده. وباستخرج شبكة المسلسات وبدأها لهم. لان اغلب الاجهزة المساحية بتقدر تتعامل مع شبكات المسلسات اللي هي 3D faces. مجرد ما باختار السطح وبقول له انا عايز استخرج تفاصيل منه اللي هو الى المرة دي جاب لي عندي تريانجلز اللي هي الشبكات اللي هي مسلسات. فببتدي اقول له اوكي. وانتظر علي اللحظات طبعا عشان شبكات مسلسات كتير قوي. اهو. الراجل خرج دي شوكات المسلسات زي ما انتم شايفين كل مسلس بقى مسلس لو شفنا معطياته عبارة عن 3D face. 3D face دوت بيبقى اواخد مناسيبه وبتدي اطلع 3D faces دي اه بجاهزها ملف بخد مثلا select similar كده. تمام? بيختارها لي كلها. وبروح في ملف ورقة جديدة وبحفظها. وغالبا بتتحافظ بالextension متاع دي اكس اف. يعني اغلب انا اشتغلت على لايك او التوب. كون الاتنين بيشتغلوا ايه دي اكس اف. طبعا كده عشان لو حد شغال ايه شغال في المسيح. طبعا هو بيعمل بس اه بااخد شوية وقت. اهو. ظهر معي ايه المسلسات. هنا ببتدي احفاظ انا دي اكس اف ووديها الجماعة في الموقع. ويبتديوا يشتغلوا عليها مباشرة اني هو عن سطح تصميمي يبتديوا ايه يشتغلوا عليه. طبعا ده بيوفر وقت كبير جدا عن ايه ان انت تدي له انقاط بس. لكن الاسطح مفيش مشكلة. وطبعا الاسطح دي برضو نفس الشي لو انا عندي لوحة زي كده اقدر اعملها منها منها سطح. هبتدي مسلا سبيل الملسال اعمل سطح سريع لان ده من الوضع اللي ممكن اعمل منها سطح. هادي اغطلو اد. واخترت من هنا سري دي فيس. ابتدي اقدر اختار مسلا على سبيل الملسال اختار المجموعة دي كده. وبقول له انتر. هيبتدي يعمل لي سطح من ايه? من شكل المين? شكل الحاجة بتاعتي لو بسيت عن ايه مثلا كده. اهو. اعمل لسطح. بناء العالمين على شبه كده المسلسات اللي موجودة. تمام كده? ده كده اغلب موضوعات الايه? موضوعات السطح. اتمنى ان احنا نكون اغطناها بشكل كبير يعني. اه طبعا هازكر سانيا برضو ان احنا طبعا في الدورة الاساسية بتاعتنا على الصفحة بتاعتي يعني الكلام ده كله مشروع بتفاصيل اكبر لو حبينا ايه نرجع لها. ولكن سريعا كده برضو هبتدي استعزيمكم. طبعا الملفات دي انا ايسا ما كنت قلت ان احنزلها مرة فاتت ومننزلتاش. بس اوعيتكم انا انا نزلها. لو مش بكرة هتبقى بعده ان شاء الله يوم السبت. يوم سوري يوم الجمعة بحيسلوها بيبقى فاضي الجمعة. اقدر ايه? اقدر انزلها ان شاء الله على طول. طيب احنا عايزين حدود تتكلمنا عن الحدود. اه والنقاط تتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. سريعا بس هنبتدي نكلم عن حاجة عن الاسطح. يفضل ان لا تقوم بعمل سطح من ملف خارجي لان ببساطة لو انت عملت سطح من ملف خارجي هبتدي اقول لكم بس كده سريعا. انا عندي ملف نقاط خارجي فهبتدي اعمل منه سطح. لان السطح برضو من ضمن الحاجات ان انا ممكن اعمله من ملف خارجي لو شفنا الديفنيشن بتاعه. هنلاقي ان هو ايه? الpoint files. ومجربة بقول له add وهبتدي اختاره بتصاري نفس الويندو بتاعت مين? بتاعت الpoints. ولكن زي ما شفقين الوانتال اللي هنا دي فاضية. في العادي هنا بيقول لك الpoint group اللي انت عايز تضيف فيها ايه? ان هو كل ما هنالك ان هو هيضيف لي النقاط اللي هي ال ng اللي مسلا على سبيل المثال. وبختار له طبعا الديفنيشن بتاعي اللي هو point is to nor should z. مجرد بقول له اوكي هو عمل لي السطح بالفعل اهو عمل لي السطح من مين من خط من ملف البرا. ونفس الوقت في الpoint هنا ما عنديش مين? ما عنديش نقاط. حلو? المشكلة بقى فين? لو انا غيرت في السطح اللي برا على سبيل المثال الملف ده اسمه ngl. غالي ngl01 وبقول له enter. تمام? وجيت هنا في السطح التاعي في الرسمة الجديدة دي. سيب ان شوفين ظهر لي error مباشرة وفي نفس الوقت لو انا جيت هنا ظهر معي error. ليه error قال لي ان الرفرنس السطح الرفرنس ده ما بقاش موجود. او السطح الاساسي اهو not found. اللي هو مين الangl.dxt. طيب انا وانا انت جاهلت شاشة دي. وجيت هنا عملت له rebuild. السطح في نفس الوقت زي ما انتم شايفين مش هيتعمل له rebuild وهيفضل طول الوقت بين مين? بين العلمة دي. ده بسبب ان انا عملت سطح من ملف خارجي. فلا يفضل ان انت ما تعملش سطح من ملف خارجي. طب في الحالة دي هتعمل ايه? كل ما هنالك ان انت يفضل ان انت تستخرج نقاط السطح تعملها في ملف خارجي وترجع تضيفها تاني او كان في حال اللي عملناه طبعا ايه على القناة عندي هبقى اعمل لكم ايه للفيديو بتاعه عشان ايه ما ناخدش من وقت المحاضرة اكتر من كده. يبقى يفضل ان انت متعملش سطح ايه من ملف خارجي. يفضل ان انت تعمله ايه من ايه من ملف من نقاط اوتو كاد زي ما احنا شوفنا او ان انت ممكن تدخل النقاط الاول بتاعتك اه في group وبعدين تعمل منها السطح. اه لا تقوم بعمل سطح من مجموعة نقاط وده كنا ذكرنا قبل كده لان لو احنا عملنا سطح من هتضطر ان انت تعمل ايه? هتضطر ان انت اه كل مرة اي نقطة هتضاف للوحة هتتغير لك في السطح مباشرة وده طبعا خضاء فيفضل ان انت لو احنا تعمل من ال point groups يبقى لازم تعمل point group مفاصلة للسطح اللي انت هتعمل منه لان ال all points بتتعمل لها update باضافة او ازالة اي نقطة موجودة ايه? موجودة في الرسم. طيب اول شي اقوم بعمل بعد عمل السطح رؤيته سلاسي ابعاد اللي حنا بنعمله دايما اللي هو انت بتضغط على السطح وتبتدي هنا object viewer وتبتدي تشوفه بشكل سلاسي ابعاد وتبتدي ايه? تشوف هل في حاجة منطقية او غير منطقية في السطح وتبتدي تعدل على اساسها. تمام? عشان ما تبنيش كل كل الشغل بتاعك على حاجة وفي الاخر خاص يكون السطح الاساسي اللي انت تشغلت ايه? يكون خطأ. طيب عندنا يمكن عمل سطح كامل بخطوط القطع فقط اللي اللي لو انت عندك مجموعة في الرسمة ممكن تعمل منها سطح مفيش ايه مفيش ايه مشكلة. مش شرط انقاط زي ما عمنا احنا عندنا هنا في الديفنيشن عندنا انواع كتير اوي ممكن من ال الوحدة ابتدي اعمل ايه? شوية ايه? شوية منسيب. على سبيل المثال لو انا جيت مسلا هنا. اعمل اه مستطيل مسلا كده. مستطيل تاني جواه هنا كده. تمام? المستطيل اللي جواه ده هخلي منسوبه على سبيل المثال عشرة. والمنسوب اللي تحت ده اه ناقص عشرة. تمام? كده بقى انا عندي خطين بمنسوبين مختلفين. لو انا جيت عملت سطح جديد. وجيت اقول والله انا عايز اعمل سطح من البريكلاينز بس. وبقول له اوكي وبختار العنصرين دول. ومجربة بطغط له انتر. زي ما انت شايفين عمل لي هو ايه? عمل لي سطح منهم مباشرة واخد نفس الشكل. طبعا هو في مسلس بس نضيفه هنا يشتغل معنا على طول. ادي المنسوب العلوي ودي المنسوب اللي ايه? المنسوب السوفلي. يبقى انا اقدر ايه? اقدر اعمل سطح من بريكلاينز مباشرة بدون النقاط بدون اي شي. طيب. اه اعمل طباط منفصلة الكونتور اه في حالة لو احنا عنا عناعمل ملف زي ما قولنا من ملف كنتور. تعمل ملف الكونتور ده وتقول او خطوط الكونتور نفسها تعملها في لير منفصلة. عشان بعد كده لما تيجي تقفل اللير دي ما تتأثرش معاك الرسم. يبقى اللي انت لعملية الكونتور بتاعتك تبتدت ايه? سويني بس كده في حاجة acceleration. اللي انت تقدر مباشرة تقفل خطوط الكونتور بتاعتك عشان لو خط الكونتور تلغى منك اثناء العمل هيتأثر مباشرة السطح بتاعك. اه تعيين حدود السطح لا تكبر من مسحته ايوا. اه اه على سبيل المسال. بتاعتنا مش عايزة. بالان السطح زي ما انتم شايفينه اه اه الحدود بتاعته. لو انا عملت حدود مسلا على سبيل المسال الحدود كده. تمام? وعملت حدود كده. لو انا جيت للسطح وقولتوا رأينا عايز اضيف للسطح دوت حدود Kern set berkave. تمام? وقولتره premium aad هيقول لي ايهها اي الحدود انت عايزت اضيفها فبقول له عنا عايز اضيف الحد الخارجي ده. زي ما شايفين السطح نفسه ما حصل لهش شيء ما كبرش يعني السطح السطح المفروض الحدود بتاعته الخارجية دلوقتي هنا. لو انا اعطي له اوتر بتاعته هنا. تمام كده? ولكن السطح ما ما كبرش ليه? لان انا ما عنديش داتة تغطي برا حدود السطح دي. لكن السطح نفسه لو انا اخترت له اقل من حجمه اللي هي دي. زي ما شايفين السطح الصغر على اساسها. يبقى كده السطح ما بيكبرش بناء على اه حدود اكبر منه ولكن بيصغر بناء على ايه? حدود اصغر منه. تمام كده? عشان كان يختلف على بعض الناس يعني اختلط عليها الامر ان هو لو حط حدود كبيرة السطح هيكبر. لا السطح في الحالة دي مش هيكبر. يكبر في حيات لو انت حطت الحدود دي كبريكلاين والحدود دي لها مناسيب. ساعتها السطح هيكبر غير كده مش هيكبر. مش شرط يكون لها مناسيب اهم شيء تكون مقفولة. يعني ان تكون حدود مقفولة مش مشكلة المناسيب بتاعتها ايه? تمام? اه عندنا كمان اه يمكن تعيين خطوط القاضعة كحدود في حالة لو ايه مغلقة. زي ما احنا عملنا كده ان انت ممكن لو خطين زي ما عملنا المستطيدين دلوقتي خطين بمنسوبين مختلفين. ومجرد ما انا قلت له عمل سطح عمل لي سطح وكان الحدود بتاعته ايه? هناك عليها. واخيرا من سطيلات الاسطح اساسها واحد والاختلاف بيكون في حالة الطبقات. اه يعني ايه? يعني ده على سبيل هو هنا. هذه السطح لو انا اخترت له هنا فبيقول لي الصيلات هنا عندي واحد لخمسة والاثنين لعشرة وعندي خمسة لخمسة وعشرين هم كلهم شبه واحد. كلهم شبه واحد. تمام? ولكن الفرق مسلا على سبيل المسايل من خمسة ان هو واحد لخمسة او اثنين لعشرة الفترة الكونطورية الفترة الكونطورية اللي انا quantا عتلاق عليه هنا كده ски طولت له انا عايز اللεια الفترة كنتورية الكونطورز تمام? وقلت له هنا الاختلاف الاساسي. هو بيظهر هنا عندي الخط السنوي كل متر والخط الاساسي كل كم كل خمسة متر. اما في الستيل التاني اللي هو مثلا خمسة الخمسة وعشرين والترو الانتيرفلز بتاعدي كم? اهو. الخط السنوي كل خمسة والخط الاساسي كل خمسة وعشرين. ولكن عملية بقى الالوان وما يلزلك هي كلها من الديسبيلي. انا عندي مجموعة عناصر في الرسمة نفسها. ابتدي اشيل او حط منها او اغير الالوان بناء عليه. يعني عندي المجمو كونتور مينور كونتور وما الى ذلك. يعني مثلا هنا هنلاقي حاجة اسمها هنا هيبين لي مين لو انا قلت له ابلاي هيبين لي الخطوط الكونتور والمسلسات. طب لو انا اخترت مثلا واحد لخمسة ديزاين قلت له ابلاي ما باين ليش خطوط الكونتور سوري ما باين ليش المسلسات. ولكن الالوان برضو مختلفة. هي كل ما هناك نوع عمل تعديل بسيط افل المسلسات من هنا او فتحها. عملية الال الستيلات اسهل مما يمكن. هي الفكرة كلها بس في اختلاف ال الاساسي ما بين الواحد والتاني عملية الكنتور انترفال اللي هي التسلسل بتاع مين تسلسل بتاع الخطوط الكونتور نفسها. كده احنا ان شاء الله نكون غطينا اغلب موضوعات الاسطح. وناخد خمس ديئة وعشر ديئة كده خمس دي ايه? للاسئلة اللي عنده اسئلة. تمام. طيب يا جماعة لو سمحتوا اللي عنده سؤال لو سمحتوا يرفع ايدي. طيب اه باش مواندس في سؤال واحد دول لحضرتك اه ان لو عندي نقط اكس واي. تمام. بتاع على تيكست. منسوب بتاعها برا عن اكس واي. مش عارف والله مش واضحة. تقول لك لو لو حقوط يتحولها زي لتين سيرفس. طيب اكس واي. اه يعني هيا النقاط اكس واي والتيكست جنبها. تمام كده? تمام. طيب بوس هي فكرة كلها ان ان انت هتستخرج التيكست نفسه. طيب استنى افتح لك ملف يكون عندي فيه الموضوع ده. لحظة واحدة كده خليكم معي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الملفات العمل المستخدمة. بسم الله. مشاكل ادراج النقاط. طيب. اه حاجة زي كده مسلا. على سبيل المثال. اه دي نقطة موجودة اكس واي. ولكن المنسوب اللي فيها مش نفس المنسوب اللي مكتوب جنبها. اعتقد ده ده المثال اللي موجود. حلو كده او ممكن ما يكونش فيها منسوب اساسا النقاط. فالمنسوب هو عبارة عن النقطة دي. او الكتابة دي. فيفضل ان انت تعمل ايه رقم واحد. اختار الكتابة اللي عندك تقول لك تريك يمين وتقول لك select similar. بيختار لك كل النقاط اللي موجودة. وبتعمل موف. حلو. من نقطة الانسيرشن بتاعت الكتابة بتاعتك على سبيل المثال الانسيرشن. تمام? اللي هي نقطة انزال الكتابة. وبجيبها على النقطة بتاعتك النود. بحيس يبقى كده احداثي الكتابة هو نفسه احداثي center point بتاعتك. احداثي الكتابة هو احداثي مين النقطة بتاعتك. طبعا اللوحة دي زي ما انتم شايفين نوحة كده تفرح في سيفل. فمش هنشتغل عليها على هذا الاساس. هبتدي اخد مين? click مين وقول له select similar. يبقى انا كده هاخد كل الكتابات اللي موجودة. واخد له copy. وهبتدي اروح في ملف جديد. اقول له paste original coordinate. بتنزلي مين? بتنزلي الكتابات بتاعتي. دلوقتي الكتابات بتاعتي دي. هل الكتابة نفسها بتحمل نفس المنسوب ولا لا? يعني الكتابة برضو منسوبها غير المنسوب اللي مكتوب عليها. لان الفكرة ان احنا ممكن زي ما هو السطح فيه ممكن مجموعة الاسطح بتاعتنا. سوري السطح ممكن نعمله من drawing objects. تمام? ومن ضمنهم اللي هو النص. ولكن لو انا اخدت النص دلوقتي هو بياخد احداثيات النص ومنسوبها. فطبعا المنسوب مش اللي هو مكتوب. المنسوب الفعلي بتاع النص زي ما انتم شايفينه رقم اه رقم تاني مختلف تماما. فاعمل ايه في الحالة دي? كل ما هونالك ان انت اخترت مين? اخترت السطح الفاضي. اخترت السطح الفاضي. اخترت السطح الفاضي. هتلاقي هنا من ضمن الحاجات حاجة اسمها move to surface. عايزة انقل الحاجات للسطح. ايه هي الحاجات دي? كل ما هونالك ان هو هبتدي اختار له تيكست معين وهخليه مغالما باختياره البرنامج مباشرة هيجيب لي الكتابة اللي هي محتوى النص نفسه هيخليه هو المنسوب بتاع مين? بتاع الكتابة نفسها. يبقى انا هختار كل الكتابات دي. تمام? مجرد ما بختار له enter. نشوف كده الكتابة اللي انا كنا مختار لها من شوية. منسوبها بقى كم? control 1. منسوبها نفس محتوى مين? نفس المحتوى بتاعها. كتابة تانية زي كده مثلا اهو. يبقى كده انا عندي الكتابة نفسها. ما فيش مشكلة فيه وهو اخد النص اللي جوه الكتابة وعمله بشكل زد. تمام? ساعتها انا نفس السطح اللي انا كنت مختاره من شوية اللي هو يعتبر السطح الفاضي حتى الان ما فيوش اي تفاصيل. بقول له drawing object وبقول له add. وبختار له مين? وبختار له التكست بتاعي. وبقول له والله انا عايز المجموعة دي كلها. وبختار له enter. بيبتدي اعمل لك سطح بناء على التفاصيل دي. لو حتى انا اخترت السطح وقيت اقول له spot elevation. عايزه في نقطة بتاعت النقطة دي. هادي ال insertion تمام? sorry the intersection. اه spot elevation. في ال insertion زي من شايفين المنصوبة لو ستة خمسة اه ستة اه خمسة ستة خمسة بوين تسعة تمانية اهو تسعة تمانية طبعا التلاتة ايه الرقم التاني. حلو? نفسي حكاية لو انا جيت على النقطة تانية اللي هي النقطة دي. دي منصوبة كام واحد وتمانين وستة اللي هو اتنين وتمانين. تمام كده? يبقى كونه مناقب بس ايه? انت بتحرك الكتابة لو انت الكتابة نفسها في مكانها مفيش مشكلة بالنسبة لك. يعني مش لازم تحريك مفيش مشكلة. اهم شي بس ان الكتابة تحمل نفس المنصوب بتاعه مين? نفس المنصوب بتاع الايه? التكست اللي بوها. تمام. طبعا. اه طيب حضرتك في سؤال تاني بقول لها اك لو سمحت هل في امكانية ان اعمل تسوية على منصوب? اه معين وابدأ اعمل وزر الالوان بناء على منصوب التسوية. محتاج كم قطع اوراق. واحددها احداثيات وابدأ اشتغل عليها بالموضوع. طيب ماشي دي موجود ان شاء الله نعمل بس حاجة فيها سطح كده. اه نجيب السطح هيكون سغير. سطح زي كده مسلا. انا عندي المنصوب زي ما احنا قلنا. اه لو انا السطح عملته وعايز اساوي على منصوب معين. اه المنصوب دوت لو منصوب افق واحد. حلو كده. زي مسلا على سبيل المسال المنصوب كده. انا بس اشوف الاستاتيستيك بس على السطح دي سريعا. هنا عندي انا اه اللي منصوب وعلى منصوب. عندي منصوب 623 و 652. ما مبدأينا انا هساوي على 640. لو انا هساوي على 640. لو انا حبيت اساوي القطع اقدي الردم بالزبط يبقى اخد 633 14. طب خلينا برضو ناخد المسال ده سريعا كده. لو احنا اخدنا الافريج اللي هو 623.05 زي 625.69 على الاتنين. زي ما انتم شايفين الافريج هنا 637 تمانية سبعة. هلو كده. هناخد الرقم ده. عشان انا بحفظ ارقام سمحوني. تمام. وهاجي هنا هعمل تسوية على المنصوب اللي هو على سبيل المثال. فهعمل اكبر من حجم السطح بتاعي. هقول له كنترول واحد. وابتدي ادي له اللي ايه لسه جايبه من شوية. تمام? وابتدي اعمل سطح جديد اللي هو سطح يعتبر سطح مين? سطح تسوية. حان ما بحبش الايرو ده. فحنا هنستاذنكم عن ايه? عشان السطح يفضل سليب معايا. مفوش مشكلة. طيب. تمام. هعمل سطح انا جديد اللي هو تسوية مثلا هسميه تسوية. طبعا على حسب هل انت عايز منصوب معين او اي ان كان. فالحلقة دي احنا اخده ايه منصوب واحد سابت. تمام? وبقول له انا عايز اعمل. وبوضف له مين? وبوضف له الخط اللي هو ايه الخط الخريجي بتاعي ده. وبقول له انتر. طبعا الخط ده منصوف عشان كده هو عملي السطح بمنصوب. فلو انا جبت الاتنين مع بعض جبت ده وجبت ده وقلت لهم الاتنين. زي ما انت شايفين انا لاقي حاجات فوق الخط هنا وفي ما انت تحت الخط يعني فيها مناطق اعتبقى قاطعة ومناطق اعتبقى ايه مناطق رد. بنعمل سطح كميات ما بين الاتنين. مجرد بقول له Create surface ولكن المرة دي بقول له سطح ال 2 surface اللي هو سطح كميات. بيقول له سطح ال base اللي هو سطح الاساسي بتاعك ايه ففي الحالة دي اللي هو الارض الطبيعية اللي هو surface واحد. وسطح ال comparison اللي هو الايه عمليته السطح المقارنة فبقول له اللي هو سطح تسوية وبقول له اوكي اوكي. دلوقتي عنا ايه هو عمل سطح تالت فوق منهم اللي هو ده. تمام كده? ده سطح الكميات بتاعي. سطح الايه? الكميات بتاعي. لو انا اضغط على ال بقول له اد. اللي هو سطح الكميات. وبقول له اوكي. فالرجل مباشرة يبيني يقول لي والله الارية بتاعتها الكام والكات كام والفل كام. يعني كات وفل زي ما نشايفين الكات والفل هنا متعدلوش. يعني كمية القطع ما بيتش زي كمية الردم رغم اللي انا عامل المنسوبة المتوسط. اما لو انا عملت المين الفيشن زي ما نشوف هيجيب لك الكمية القطع زي الردم. لكن هنا عندي كمية القطع اه كمية الردم اكتر كتير من القطع. طيب انا عايز اظهر دلوقتي الاماكن القطع فينه واماكن الردم فينه واطلع الحدود ما بينهم. كل ما هنالك ان انت بتعمل انا الاساس لسطح الكميات عشان ما يخترتش علينا الامر. هبتدي اقفل انا سطح مين? السطح اللي هو الاساسي اللي هو الكنتور ده. يبقى اللي اظهر قدام مني دلوقتي سطح مين? سطح الكميات. بتضغط عليه وتتأكد اللي هو سطح الكميات. تيجي هنا بتقول له الله انا عايز اعمل الاناليسز رنجين فقط. رنجين فقط. وبتقول له اد. بيعملك رنجين زي ما انت شايف. من المينمم للمكسموم. ففي الحالة دي المينمم لحد السفر. يبقى تاخد المينمم لحد السفر. ومن السفر لحد المكسموم. يبقى ما فوق ما تحت السفر وما فوق السفر. يبقى ده القطع وده مين? وده الردم. مثلا القطع اللي هو ده. وده الردم اللي هو هيبقى مثلا باللون اللي هي سيان ده اوكي اوكي. اوكي. طبعا ما ظهرتش معك لان السطح كل ما هناك مش باين فيه لير بتعمل كليك يمين وبتقول له ايدت سيرفيس ستايل. وانت عملت دلوقتي اليفيجن فلازم تظهر الاليفيجن وبتقول له اوكي. زي ما حرق شايف كل ما هو احمر ده. هيبقى قطع كل ما هو سيان ده هيبقى ردم. يبقى انت كده حددت مناطق القطع ومناطق الردم. طيب الحدود نفسها عايز تستخرجها. كل ما هناك اللي انت هتعمل ايه? الخطوط الكنتور اللي عندك دلوقتي طبعا هو عمل لك الكنتور كل كم كل خمسة او كل اتنين ونص او كل ايا كان القيمة بتاعتك. انت هتحتاج الكنتور السفر. لان هو كنتور السفر هو الفاصل ما بين القطع وما بين الرد. ففي الحلقة دي احنا بنعمل حاجة واردو لذيذة كده في السطح. وباجي هنا. بقول له والله انا عايز اعمل حاجة اسمها user defined كنتور. واقول له هو كنتور واحد بس. وقيمته كام? وقيمته سفر. وقيمته سفر. وبقول له اوكي. ما حصلش معي اي تغيير. اه مجرد ما اعمل تلك يمين على السطح. بقول له edit style. فبقفل ساعتها الماجور والمينور. حلو كده. وبخلي فقط اللي هو user control الجديد اللي انا عملته. وبقول له اوكي. هتلاقي ان كل الخطوط اختفت فيما عدا خط واحد ما بين الاتنين. لو شايفة هو مش باين قوي في الالوان. هاقفل برضو elevation. وبقول له اوكي. اهو. الخط اللي ايه? الخط اللي انت شايفه ده. ده الخط الفاصل ما بين مناطق القطع وما بنا نقترد. حبيت تستخرجه. اضغط على السطح. قول له extract from object. وبقول له هنا انا عايز extract object. هتلاقي اليوزر ايه? اليوزر control. مجرد وبقول له اوكي. بيزهر لك خلاص خط الكونتور ده. يبقى ده خط خط الفاصل ما بين القطع وما بين الردم. تبتدي تبدي للي ايه? للناس بتاعتك. وفي نفس الوقت السطح نفسه لو انت حبيت تظهر elevations او اماكن القطع فين اماكن الردم فين? هتلاقي اماكن القطع وماكن الردم. تمام? هي بس هنعمل تغيير سريع في سطح فيه? في الانتر مرتين. دلوقتي الخط ده زي ما احنا كنا اخذين منسوب المنسوب اللي هو الافرج. الحاجة دي انا هاخد المنسوب المين اللي فيجن. عشان نعرف احنا ايه? اصولي انا واخد السطح ده. ايوة. ده سطح الاساسي بتاعي. هاخد المنسوب عشان بردو نتأكد من الجزئية دي. اللي هو المنسوب ده. اللي هو ستمائة تلاتة تلاتين واحد اربعة تلاتة. هغير قيمة الخط اللي بره ده. قال له ستمائة تلاتة تلاتين بوينت واحد اربعة تلاتة على ما اتذكر. مجرد ما بعمل كده وبضغط انتر. هنلاقي سطح التسويات الاختلاف فبقول له ري بيلد. هنلاقي سطح الكميات الاختلاف فبقول له برضو ري بيلد. ولو جيت هنا عندي في ال اه الوليوم داش بورد. وليوم داش بورد. وصري مش هنا. ال داش بورد هنا. هنلاقي كميات. اي زي ما نشوفين كميات القطع شبه كميات الرد مو الفاصل ما بينهم بس كمية النيت دي اللي هو طرح ده من ده تلتمية كمية ستة وسبعين متر بس. يعني حاجة لا تسكر بالنسبة للكميات اللي موجودة. يبقى المين الفيشن ده المنسوب اللي انا لو سويت عليه يطلع لي كمية القطع زي كمية الرد. تمام كده? حاجة تانية يا شباب. تمام. فيه البش مهندس اسلام ابراهيم. رفع ايدو تفضل اسأل. اسلام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. اه ربنا احفظك وضعك في عمرك وفزنك في عمرك. اسلام بيه اللي خليك. اه لو صحيح. دلوقتي انا عندي اه مخطط. الكنتور موجود عندي في المينة والسوفيس هو. تمام? طبعا. حلو. الكنتور دوت عندي في بتاعه هو عشان هو مخطط جديد. تمام? حلو. محتاج ان انا احول يعني اقدر اعمل عليه. تمام? حلو. اقدر اعمل عليه بحيث ان انا اقدر اطلع او ازبوت لبل من اي مكان. او انا اولا اعطيت المساح في الموقع. تمام. اه طلعته اه ادري مسلا مشارك على اي كاتشبيزن في الموقع اشياج على اي مكان. تمام. ده الغرض منه. تمام? نزبوت. اه. وانا بعد بحاول افجر 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 طبعا بحطه اه بفتح اه ويندو جديد كسيفل. تمام? وبحاول انا اخط الكنتور فيه. بعد اما بفجره بتاعته اللي هو تمام? وكل هو الكنتور ماشي كل خمسة متر. كل خمسة متر موجود اه فيه موجود. بس دوت غير ما معرف. يعني لما تشوف التفاصيل بتاعته يطلع لك ان الليفل بتاع الكنتور سيف. لانه هو بعد ما اتفجر. مهم? طب انت فجرته ليه? انت فجرت اه هو اساسا كان ايه مش بولي لاين بمنسوب ولا بدون منسوب? لا بدون منسوب. يعني اقول بولي لاين الاساسي بدون منسوب. بدون منسوب. بس. اه. هو كتكست موجود. الكتابة منه موجودة لكن هو البولي لاين بدون منسوب. اه. انا حاولت ان انا اه خدتهم ككوبي وحطتهم باست في اه خطة تاني. اه. بعد وضعت ان انا اضيفهم يدويا اضيف الليفل يدويا. اه هي المشكلة هنا ان ان انت لو عندك خطوط كنتور مكتوب بس عليها. والخطوط نفسها مش مكتوبة. هو طبعا اكيد في او حاجة بتعمل الموضوع بس هو مبدئيا البرنامج ما عندهش امكانية انه انه انت لو الخط 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 الكنتور مكتوب عليه القيمة بتاعته ولكن خط نفسه مش واخد القيمة دي مشكلة. اه. بالنسبة بتعمل يدوي. اه لان ممكن والله اعلم يكون فيه او موجودة في الموضوع ده. ولكن هو مبدئين البرنامج لو الخط موجود والكتابة جمي منه اه لو الخط مش واخد منصوب بيبقى خبص هو مش هيعتبر. لازم تغير له خط انت رقيمة بتاعه. بس هو ساعية الاول. اعمالية منتزمة ما تغيرش كل المناسيب. تغير بس المناسيب بتاعت الميجور. يعني بدل ما انت تعمل تغير كل مناسيبهم. لا غير الميجور بس. وكده كده iger. يعني بدلا ما اخدت الميجور فقط. طرام عليه وبعد كده اخدته وبعد كده. انت بتطر كده لو اياها. بس الفكرة كلها على حسب الملفات اللي بي تيجيلنا اふふنا استجيلهم النقاط وفينا استجيلهم كنتور بس. وفينا استجيلهم الكنتور بمنسيب. ولا حسب التي جايıyı بيجا送لك الله يهديهم يعني%. كالموب افودي يساعدك يديلك النقاط. او بعتشار كيلو بقى. بص او مبدأ اينا انا حاول ابحاث لك ان انا كنت سئلت في الموضوع ده وكنت فاكر ان كان في حد طريبا الله على ما عمل لازم الموضوع ده. ولو ما فيش عندنا اصحابنا كتير بيعملوا الاسبات ف هنكلمهم في الموضوع ده يزبطون الحاجة. لان انا انا شفت قبل كده ان النقطة وجنب منها كتابة. وده لسه شايفه قريب حتى. النقطة وجنب منها كتابة. النقطة من غير منسوب. وانا عايز النقطة نفسها تاخد منسوبة اقرب كتابة ليه. فاعتقد هيبقى نفس المبدأ في حالة لو خط موجود ياخد اقرب كتابة ليه. اكيد حد هيجب موجود. فخلينا اسأل لك الشباب اللي معنونا الاسبات الحلوة دي. اه لو عندهم لازم زي كده ربنا يكرمهم ويدهون. مش مشكلة بزاخن الله خيال. الله يبقى ريكز لك حاجة. تستمي بيش. حضرتك سؤال اه واحد يسأل دول هل افضل حساب القطع وراد مع طريق سيفل سري دي ولا الريفت? بس هو الريفت ليس اه والله اعلم يعني بس هو الريفت ليس اختصاص في موضوع ده. فطبعا يفضل بسيفل سري دي. لان سيفل سري دي بيدي لك اكهزة او بس اعتقد ان الريفت ليس له اختصاص في عملية حساب كميات حفر ورادم بالذات لو اسطح مختلفة او حساب كميات الريفت اللي احنا بنعمل لك هتورو اقوم الى ذلك. لكن لو مبنى ممكن اعتقد ان الريفت يدي لك كمية او او كي لو مبنى او حاجة صغيرة اما حاجة كبيرة زي طريق او سطحين من بعض او ما لزلك اعتقد يفضل ان هو سيفل سري دي يكون افضل موضوع ده. طيب في اه مشوالد اسوال شريف حسان يقول ان الاسم معاك مواجود معاك. بارك الله وفيكم احسان اقول لك يا ريت شايرونا طيب في بوست على الجروب. ترفعه على الجروب او انترفعه وتعطينا الرابط هنا ايضا. بزبط اه يا ريت والله لان انا انا فاكر ان فيه صراحة الايام دي الشباب بيعملوا الاسبات زي الفل في اللي هو ايه اللي مش موجود يتعامل بس رغب ان انا مش من محبي الاسبات عشان برضو محدش يقول اه حاجة انا مش محبيهم بس هنعمل ايه بقى يعني مجبر اخاكة لبطل. طيب فيه البشواندس اه ايه احمد بتولي ممكن? ايوة حاج احمد اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحة الله بركاته. حاج احمد. يعني انا افضل ان نتعلم حاجة كرة يعني انا مشكرين جدا الله. الله يبرك لك رب. الله يعني سعيد جدا يعني انا بحلقة محمد يعني. تسلم يا حبيب. انا اشتغل للفرصة اللي هي تاعة المسلسات. استرانجل لما خرجتها اعملت لك استرانجل. اه. انا بصراحة خرجت التوتل وحطت جانبي على اسم انا اه استخدمها بالفاشيس باكتر. يعني طب انا دلوقتي لو خرجتها اه بعد ان شاء الله ما حرجت خلص اللايب وهبدأ ان انا اعمل على اه اوبجيك كده وابدأ ان انا خرج دي استرانجل دي وعايز ادخلها على الفلاشة وابدأ اسحفها على كده. نوع جهازك ايه? نوع جهازك ايه? طب هل فيه امكانية الديتم ولا لا? الديتم لا ازاي بها. اه موضوعات الفكرة لها ان انت عملية البرنامج ستشتغل معاك اوكي ولكن هل التوتل فيه امكانية الديتم ولا لا? في العادي اللي هو بيقولك دي تي ام اه دي تي ام بسوأ تياما مش موجود في زيرو سري حمد. هو موجود في الخمستاشر وفي الحداشر وموجود في حاجة كتير. اه. لو كده احب اجيب لك برضو اه نزل لك صورة كده موجودة بالزبط في لكن اعتقد في زيرو سري مش موجود. اه هي الفكرة اللي حقا قلتها ديت اه كنا اشتغلناها بجي بي اس حتى في اه. اه 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 تلاقي في اه اوكي. لكن في دي انا مسكت في الكلمة عاصة. ليه? لما حقا قلت التوتل انا مسكت الكلمة عاصة. لا ما هي التوتل انا ما هو التوتل على حسب الاوكشن. برضو ممكن على فكرة يكون توتل حديث بسوأ اغلب التوتلات التوتلات داني بيبقى الدي تي ام دي موجود. او بتعمل له استيك او بتعمل له استيك او بتعمل له اه رفع. سيرفي او استيك. وخبارك يعني بتتوقع الحاجة دي او بترفع. فبديلك الاوكشن ده. لكن الاسف التوتل تدريبا زيرو سيكس وكلام ده كله اللي هو الشاشة من الاخر لو لايكا فيفا هتلاقي فيها ولايكا كابتيفيت اوكي. لكن ما تحت ذلك لا. اه في حالة اه في حالة اه في حالة عمل خريطة اكترية وسطح وبعد اللي هيأمنه طلب بالسشار الرافع للتوسعة كيف يتم من رفع الجديد مع القديم ام يتم خريطة لجميع النقاط من الجديد? لا 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 بصوا اهودتي على سبيل المساعد احنا مسلا المشروع بتاعنا اه اللي قول معي انت عملت المشروع بتاعك من النقاط وعملت من point groups يعني عملت لها ادراج وعملت منها السطح. وبعدين جيت تاني يوم او تالت يوم رفعت النقاط جديدة. حلو كده? كل ما هونالك لما تيجي تعمل لها ادراج اعملها point group جديدة لو انت حبيت تفصل يبقى كل يوم بيومه يعني على سبيل مثلا انا هارفع كل يوم يبقى هعمل point group بتاعت اليوم تسعتاشر يوم عشرين يوم واحد وعشرين. وكل ما هونالك عادي جيجي على السطح اللي انت عملته كل ما هونالك انت بتضيف point group جديدة. حلو كده جيمين وبتقول له ادو بتختار point group الجديدة بتاعت اليوم الجديد وبتقول له او كي هو بيبتدي اضيف لك او يزود لك على السطح اللي موجود. او لو حبيت يبقى كلهم في جروب واحدة مجرد وانت بتعمل insert للنقاط اعملها في نفس point group اللي انت مختار منها السطح. هتلاقي السطح مباشرة يقول لك خد لك حصل تغيير في النقاط. اعمل rebuild فبتقول له rebuild اللي ببتدي يبني بناء على اجمال النقاط اللي موجودة في point group. يعني هي العملية تكملية. يعني انا ممكن مشروع واحد اعمل سطح واحد. اعملته من خلال رفع لمدة شهر. برفع شهرية. برفع لمدة شهر. كل يوم برفع رفع جديد. اول يوم بعمل point group بسميها اليوم الاول مثلا. وبعمل منها السطح. تاني يوم هعمل point group جديدة. سميها اليوم التاني. وكل ما هونالك باجي لنفس السطح. بقول له انا اضيف point group جديدة. بقول له اد. وبختار له السطح. ال point group الجديدة. ببتدي يكملي على السطح بتاع مبارح. حلو كده. اقول لي يوم اللي بعده هكذا وهكذا وهكذا. او اللي انا بعمل ادراج لكل النقاط اللي بيجي لي سواء النهاردة وبكرة وبعده. بعملها ادراج في نفس point group اللي انا عملت منها السطح الاساسي. لو انا عملت كده مجرد ما بعمل كده. مباشرة البرنامج بيقول لي خد بالك سطح ال اي جي دوت اختلف او بيطلع لك المسلسة الاصفر. بيطلع لك المسلسة الاصفر بتعمل بس بيبني لك السطح بهنا عدتها اللي ايه اللي موجودة. الجديدة او الاديب. الو? ايو اشواندس معانيش اخر سؤال ان شاء الله. اعلم لك مش مشكلة. جمال داود. افضل اشواندس. موندس جمال. موندس جمال محمد داود. السلام عليكم. السلام وبركاته. هلا بيه. شكرين جدا يا موندس شام. لا عفو بي. لا عفو بي. موجود الراع والمكسف. في اسلام يا رب. فقر الله ولك. ازاكم الله فيه بعض النقاط بتبقى اشياء ازاة من اه المبالغ فيها نقطة او اتنين او تلاتة يتديني شكل مش مزبوط مع مع السطح. طبعا. ازاي اعدل بعض النقاط ديات او او اعملها تعديل على الوضع بتاعها المزبوط. طب بي حاضر. اه مسلا على سبيل المسال المسال اللي قدام مننا ده النقاط دي بيبقى مصدرها غالبا النقاط اللي ات رفعها اساسا. صحي كده تمام? يعني النقاط المرفوعة على سبيل المسال كلها ما نسيبها مسلا في المية مية وعشرين وبتلاقي نقطة مسلا منصوبها خمسة على سبيل بالمسال. طبعا النقطة منصوبها خمسة دي تغير لك السطح خالص وتبهدل لك الدني. مزبوط كده تمام? فانا مبدئيا هعمل مسلا المسال ده اغلب المناسب اللي قدام من هنا كلها خمسمائة 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 خمسة وستين ولا زلك. هبتدي بس اعمل انا نقطة. اه بس او ده انا مش معمول من نقاط. انا عايز اعمل حاجة معمولة من نقاط. او تقريبا اول واحد. اه. السطح ده منصوب نقطة في ال اي جي على سبيل المسال هي ستومائة خمسة وعشرين. هخلي مسلا منصوبها ربعمية. تمام? ومجرد ما انا بيجي على السطح وبقول له عامل لي ري بلد. طبعا هي جاية في اللي برة. انا سبيني بس عشان نشيل الباوندرس دي. ديليت بقول له اوكي. ري بلد. ماشي. زي نقطة زي كده بيه. بلاتي انا عندي منصوب كلها ستتمائة ستتمائة خمسة وعشرين وما الى زلك. بس كم خط دول. وعندي نقطة زي نقطة شازة زي كده. عندك كزا طريقة. ممكن عملية ايه? اه السطح نفسه لما بتيجي انت بتختار بتقول له تمام? وفي عملية البناء اللي هو البيلد. حلو? وبيقول لك هنا بص ايه? يعني ايه يعني شلي المناسيب الاقل من الاقل من كام? على سبيل المسال انا في الرنج بتاعي بيبتدي من ستمائة لغاية سبعمية. يبقى انا هقول له المناسيب الاقل من آآ ستمائة شيل هالف. مجرد بقول له وبقول له وبقول له وبقول له اوكي. زي ما انت شايف النقطة اختفت من عندي هنا. رغم ان النقطة موجودة فين? موجودة في البوينت جروب بنفس منصوبها اللي هو منصوب الربعمية. ولكن البرنامج هنا تجاهلها. البرنامج هنا تجاهلها. وبنالي السطح بدونها. تمام كده? لو حبينا حتى ان نرجع تاني للسطح عشان نتأكد ان النقطة كان موجودة هنا. هبتيجي ما ايش? اقول مناسيب بقول له اوكي. اي النقطة فيه? النقطة ما كانت هنا اهو. حلو? دي طريقة ايه من من البناء نفسه بناء السطح نفسه لما بجعب اعمل له البلد بتاعته. اهو الديفينيشن وبقول له بلد. وبعمل له يعني ايه? تجاهل النقطة دي. نفس نفس الوقت في حالة لو النقطة اكبر من القيمة دي فبقول له ييس وبحدد له والله لو النقطة دي اكبر مسلا من سبعمية تجاهلها يبقى نفس الشي. طيب فحيط لو انا عايزة الغيها من الرسم كل ما هونالك. انت بتضغط على السطح وبتقول له وبتبين النقاط بتاعت مين? نقاط السطح وبتقول له اوكي. تمام? عتلاقي فيه نقطة هنا ايه. دي نقطة السطح. ساعتها يلغي نقطة السطح. بتقول له. وتيجي على نقطة السطح وبتقول له ايه. الغيلي النقطة دي وبتقول له اوكي. كده لغيلك النقطة من السطح ولكن النقطة لسه موجودة في ال point group زي ما هي. يبقى انت كده ممكن تلغيها بطرقتين. تمام كده? اه معيش او كان فيه سؤال اللي عملية ازهار الاسطح زي السيرفر معيش انا قريتها دي. هنعمل بس مثال سريع كده كان موجود معي. اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو المثال ده. على سبيل المثال. اه لو احنا عايزين نظر الشكل بتاعنا زي زي السيرفر. حلاوة السيرفر انه بيظهر للرسومات بتاعتي بشكل ثلاثي ابعاد كويسة. احلى طبعا كتير من السيفل ولكن احنا ممكن نحاكي شوية السيفل. اه على سبيل المثال هبتدي انا اعمل هنا سريع كده. انا عامله هنا خمس رينجات فقط. اللي هي الخمس رينجات دول مثلا او خليهم تمانية عشان يبقى الوان اكتر. وبقول له اوكي. تمام? انا عايز ازهر بقى الالوان دي بشكل ثلاثي ابعاد. يعني سطح ملون ثلاثي ابعاد. يبقى اول حاجة باختارها السطح بتاعي ده بعدله هنا. تمام? وباجي هنا في الاناليسز في الفيجنز في الحالة دي. وبقول له بدل ما هي هنا عندي حاجة اسمها تو دي سولد. فبختارها له. بقول له سري دي فيسز. اسطح سلاثي تابعاد. وبقول له اوكي. تمام? حتى الآن ما ازهرش شيء. بضغط على السطح. وبقول له ايدت سيرفيس ستايل. وبقول له في الديسبيلي ازهر لي الفيجنز وازهر لي المثلسات. وبقول له اوكي. انا لقي المثلسات دلوقتي تظهر معي بالالوان. يعني حتى لو احنا عفلنا استعزيمكم الكونتور دي. وبقول له اوكي. ادي المثلسات زهر معي بالالوان. مجرد ما انت بتضغط على view مختلف زي كده مثلا. السطح زي ما احنا شايفين اختفت منه المثلسات بتاعته. او سري الالوان بتاعته. وببتدي اقول له ايدت سيرفيس. وبقول له انا عايز ازهر مين ازهر بتاعتي. وقفل تريانجلز وبقول له اوكي. اهي. زهرت معي بشكل ايه. بشكل مسلسات بتاعتي بالالوان بتاعتي. ولكن برضو شكلها مش حلوة اوي. كل ما هناك من كلمة 2D wireframe لو مش ظهرة معاك من قائمة view. هتلاقي 2D wireframe. اختارها وخليها shaded. هيبتدي تغير لك الشكل. يعملها لك بالوان ايه. بالوان مختلفة زي ما انت ايه. زي ما انت شايف. الالوان دي تتحكم فيها بناء على الاناليسيز اللي انت عامله هنا. انا عامله هنا الالوان اللي هي الكلارز بتاعتي دي. انا عايز تغير الالوان بتبتدي من هنا. تتخلص على الاناليسيز. هدي الكلارز هنا ممكن تقول له والله هنا عايز كلها تبقى مثلا لاند وتقول له اوكي. ولازم تيجي هنا بس تدوصله على السهم ده وتبتدي تقول له اوكي. بيبتدي غير لك الالوان بناء على هذا الشكل. طبعا. ده كده عمل لديت اخراج سريعي للشكل. طبعا دي كده ممكن تتطبعها هي سلاسي ابعاد. وتدي تتحكم في الزاوية بتاعتها بجرد الضغط على الشفت والسكرول الموسي دي الموسي الوسط. اتمنى كده يكون غطينا اغلب حاجة السطح واغطينا الاسئلة. طيب فيه اخر سؤال معلشي. اه فضل امي. قل لو عرفت النقاط الاول الاول على البرنامج بعدين عملت السطح ديهم على طريق شبكة مسلسات. ولا مسلسات طلع بره الحدود بتاعت النقاط. اه وعمل حدود اوسع شوية من النقاط. هل لازم المسلسات دي مسح? واللي عادي مش هتفر. بص اه ويفضل لو المسلسات ليست اه المسلسات مثلا يعني ما منفعش مثلا على سبيل المسال جغلين نجيب حاجة plan. ما منفعش مثلا على سبيل المسال مسلس يجي من من النقطة دي. هو فيه حتى مسلسة. وشايف انت خط المسلس ده واخد من النقطة دي. الحاعد النقطة دي وعطيني بيانات هنا. البيانات دي غير صحيحة طبعا. فلازم نيتمسح. لو هو جوه حدود الشغل بتاعتك وهيأثر في الشغل. يفضل ان انت تمسح. اما لو مش جوه حدود الشغل ومش هيأثر يبقى خلاص ما تمسحش. ما فيش مشكلة. عشان ما ضيعش بس وقتك وخلاص. لكن لو حبيدت يبقى الشكل محسن والشكل كويس. لأ يفضل ان انت الحدود الخارجية دي تتقطع. وللعلم ممكن برضو بسهولة ان البرنامج يقطعها لك. مجرد ما انت بتضغط على السطح. وبتقول له ايه دي سيرفس. هتلاقي هنا في بتاعك. وفي البيلد. هتلاقي هنا حاجة اسمها. اهو. اللي هو اطول خط لشبكة المسلسات بتاعتك. بس اخد بالك عشان ممكن يمسحك مسلسات الداخل ايه? في الحالة دي انا انا مثلا عارف اللي انا رافع كل مثلا خمسين متر. فبقول له والله ما تعمليش مسلس اكتر من خمسة وسبعين متر. مجرد ما بقول له اوكي. وتقول له ريبيلد. هيبتدي يمسحك زي ما تشايف. مساح للخط الطويل اللي كان هنا. ليه? لان الخط ده اطول من. اعتبر مسلس. ولكن اطول من خمسة وسبعين متر في مساحه. حلو? لانا شايف لسه والله في مسلسات اكتر. طيب ايه? ببتدي برضو تاني. ابتدي ادخل عليه. خمسة وسبعين متر دي كتيرة. ابتدي برضو ايه? اقللها شوية. لو مسلا خمسة وستين متر. يبقى اطول طول او اطول طول ضلع في مسلس يبقى خمسة وستين متر. مجرد ما بقول له اوكي. ببتدي هو يمسحلي. حيات لو هي ايه? تقدر تتبس. اكتر اقل من كده ممكن اصل الفكرة كلها على حسب الرفع اللي انت بترفعه بترفع كلها دي. لو كل خمسة وعشرين متر يبقى تقول له خلاص كل تلاتين متر لو مسلس اكتر من تلاتين تشيلهولي. واخد بالك. غير كده هتتطر تأيه? انت بتسحح بشكل ايه? بشكل ايه? يعني انا مسلا لو احنا بلغنا شوية وانا لو لأ والله انت عندك اه هنا مسلا كل خمسة وعشرين متر تبتدي تمسحلي. يبقى اطول ضلع خمسة وعشرين متر. هتلاقي المسلسات عندك في النص شايفها عملت ازاي? ليه? لان كان عامل مسلس هنا الضلع بتاعه اطول خمسة وعشرين متر. طبعا كده السطح كله بقى ايه زي بنسميه مرقعة. ادي السطح كله بقى ايه? مرقعة وطبعا ما ينفعش الكلام ده. وطبعا ما تبليغش اوي فيها. كله بيعتمد على الرفع اللي انت رفعته. موقفه ايه? تمام? اه. طيب حضرك المشمواندس شريف اللي كان قالت لسم موجود هو حط الرابط بتاعه هنا تفضله. طيب استلامه يا الى نقاط. اولا احنا احنا بنتكلم على التكست مش له نقاط. احنا بنتكلم على لو لو اه اه انا عارف اللي اسم ده. اللي انا عايز دين له هو اه خط كنتور والكتابة موجودة عليه. ولكن الخط كنتور نفسه مش واخد المنسوب. ايه دي المشكلة. طيب مكتفي كده معلش يا جماعة بالاسئلة واللي عنده سألمه كلسة على الجروب. اه تفضل ايه. طيب خلاص ماشي يا عطر. طب احنا نعمل بس السطح ده كده تاني عشان نبتدي. ندخل على البيلد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقول له نو. وبقول له اوكي. طيب. في نفس الوقت هنبتدي ايه? نشيل. والنقاط. آآ هنبتدي ان شاء الله بعد كده فيما يسمى بالطرق المسار. حلو كده اشرف في السباق مياه. طيب. المسارات ايه هي المسارات او ايه هي الطرق بشكل عام. برنامج دي لما بيجي يعمل طريق بيحتاج مجموعة حاجات. حتى لو من الاسف ما كتبتها ايش بس ممكن نكتبهم مع بعض. آآ احنا مسأل. حلو كده. آآ او هنا. نفتح ملف ورد كده بسيط. عشان نعرف بس ايه? المساميات اللي احنا نستخدمها. اثناء الشغل فين? في الطرق تمام? اول حاجة عندنا اسمها alignment. تمام? اللي هو المسار. اللي هو المسار الافقي للطريق. يعني الطريق نفسه متجه شرقا غربا شمالا جنوبا. ماشي خط مستقيم او كرفات او ما الى ذلك. بدا كده مصار الطريق. تاني حاجة بنحتاجها حاجة اسمها البروفيل. وده اللي هو القطاع الطولي للطريق. يعني الطريق بيطلع وينزل شكله ايه? يبقى كده يروح يمين وشمال. عن سمية مثلا يمين وشمال. والبروفيل الطريق بيطلع ايه طلوعا ونزولا. طبام كده? دالت حاجة بنحتاجها حاجة اسمها الاسمبلي. الاسمبلي هنا نقصت بيها يعني الاسمبلي مع كلمة اسمبلي اللي هي ايه نقطة آآ تجميع اللي هو اصري الاسمبلي اسمبلي. آآ اللي هو تجميع. يعني ايه تجميع? كده الtypical cross section. اللي هي ايه? اللي هو التصميم بتاعي. تصميم بتاعي عبارة عن ايه? هل الطريق مسلا فيه جزيرة وسطية وبعدين حارتين يمين وحارتين شمال. في عندي كيربستون في عندي سايد ووك في عندي ميول جانبية. ده كده اللي هو الtypical cross section. شكل القطاع بتاع الطريق بتاعي ايه? تمام كده? يبقى انا عشان اصمم طريق في البرنامج في السيبز سريدي بحتاج مجموعة حاجات. اول حاجة الالايمنت اللي هو المسار بتاعي. تاني حاجة البروفيل اللي هو التغير الرأسي للطريق نفسه. وثالت حاجة القطاع التصميمي بتاع الطريق. هجمع التلاتة دول. تلاتة العناصر دول بجمعهم في حاجة اسمها كوريدور. كوريدور. معنشان لازم ايه? اعمل كده عشان بطلق باتش. حلوة كده تمام? فالكوريدور هنا مهمته تجميعي التلات عناصر اللي اللي فاته دول اللي هو البروفيل والأسيمبلي بحيس يطلع لي شكل الشكل السلاثي ابعاد للطريق بتاعي. وفي نفس الوقت اقدر استخدمه في كل شيء بعد كده. سواء في استخراج بيانات الطريق الاساسية. حساب كيميات الحفر والرد. فتوصيل الطريق دوت لجهات تانية. او اه اه ان انا عامل الاكسبورت للطريق بتاعي بشكل السلاثي ابعاد بحيس ادخله على برامج تانية ويبتدي يشتغلوا عليها. او ممكن نستخدم بعد كده ايه? ببتدي استخدم بعد كده السطح بتاع الطريق اللي هيظهر لي ده بعمل سطح تصميمي التصميم اللي هو التوب بتاع التصميم حيس استخدمه في شبكات الماء الصرف وما الى ذلك. يبقى ابتدي لما ايجي اشتغل على الطرق عشان اطلع اه الفكرة كلها عشان في ناس يقول لك خلاص انا ممكن اعمل مصر وبتدي اطلع بيانات على طول. اه انت اطلع مصر ولكن اه عناصر الطريق مش مكتمل بمشان ينفع تطلع بيانات الطريق بالكامل. كل مرحلة من المراحل دي تبتدي اطلع عليها عناصر او بيانات. يعني هقدر اطلع بعد كده بيانات من الوحده. ولكن مش هينفع طلع مناسيب الطريق ايمين وشمال وما الى ذلك من خلال الوحده. لازم اللي انا اعمل الخطوات الثلاثة دول واجمعهم في الكوردور عشان بدي اطلع بقية التفاصيل. فالمرة دي ان شاء الله انا ابتدي بالالايمنت. هايجي اتباعنا ان شاء الله. ايه هو الالايمنت. الالايمنت اللي هو المصاري الافقي للطريق. هل في معايير المصاري الافقي طبعا? في معايير كتيرة بتبتدي على اساسها انت بتصمم الطريق. بصوا الفكرة كلها ان احنا عشان ما نخشش في تفاصيل التصميم كمعايير وما الى ذلك احنا هناخد التولز اللي موجودة في البرنامج اللي بتساعد معنا. في نفس الوقت انت المفروض وانت بتصمم بتراي الحاجات الايه? الاساسية بتاعت ايه? بتاعت الطريق. على سبيل المسألة ما تدقى عشر مثلا في جبل ما تنزلش في فوادي في منطقة اه ما تدقى عشر مثلا قطوط كونتور كتيرة. حاول انت تفادي مثلا الانعناصر الاساسية زي البيوت مثلا وما الى ذلك. وهاكزا. تمام كده? اه ولكن البرنامج نفسه بيدي لك تولز بتساعدك في الموضوع ده. بس هل مثلا على سبيل المسألة انا عندي طريق هنا وعندي مثلا اه مدينة في الجزئية دي هنا كده عند الدايرة دي. ومدينة في الجزئية التانية اللي هي عند الدايرة دي. هل ينفع اولي البرنامج الديني المساري المخترح? لا ما ينفعش. لازم تجدينه مجموعة نقاط يمشي عليها. لان هو البرنامج مش عارف المساري المخترح ده منين لمنين. ففي الفكرة اللي قلت لها البرنامج بيدي لك اوبشنز كتير للموضوع ده. ازاي? انا نيجي هنا في قائمة اه هوم هنلاقي حاجة اسمها الالايمنت. وزي ما نشايفين الالايمنت انا ممكن اعمله من عناصر كتير جدا. الالايمنت كاليشن طولز يبقى انا هدينه البداية. الان انا هدينه مجموعة نقاط معينة. اه سوى الحاجة دي عبارة عن فيتشر لاين او كوجو بوينت اللي هي النقاط السيفل او نقاط اوتوكاد او خطوط اوتوكاد او ما الى ذلك. مجموعة عناصر هو البرنامج بيشوف العناصر اللي انت هتخترها له او مجموعة نفسه هل في اوبشن انا اقول له على حالة اللي انا وقف فيها دي اعمل لي مصار لا ما فيش. لازم ادي له حاجات مساعدة يبني عليها. فمن ضمن الحاجات المساعدة اللي هو ايه? آآ عندي يعني انا عندي عناصر موجودة بالفعل عايز احولها مباشرة او انا جاي للتصميم عبارة عن تصميم كاد وعايز احوله سيفل وده الاغلب اللي بيعملنا في المشاريع. بيبقى جاي لك المصمم سوري التاريخ متصمم من التندر او من المصمم وبيجيبه لك بشكل كاد بتبتدي انت هتحوله مباشرة من الكاد للسيفل. طبعا الخطوات دي بتاخدها الخطوة بخطوة اول واحدة بتحول اللي هو المصارو وبعدين بتحول البروفايل وما الى ذلك. فده اللي هو ايه? كريات اللي منت فروم امجيكت. طبعا كريات اللي منت فروم كوريدور وما الى ذلك دي تعتبر على ان في عناصر موجودة في الرسمة زي الكوريدور دي يبقى عنصر موجود في الرسم. منها البيت نتوورك ممكن نعمل منها اللايمنت وما الى ذلك. ففي الحالة دي انا هبتدي عامل اللايمنت كريشن تولز. انا هبتدي اشوف التولز اللي ممكن استخدمها ايه. بتتساغلك اللويندو دي بيقولك الاللايمنت بتاعك اسمه ايه. المصمم زي ما انت عاوز ممكن تعمله دولده وممكن تغيره في اي وقت بعدي. فانا هسميه مثلا رود واحد. حلو كده هسميه رود واحد. نوع المصار اللي انا هستخدمه ايه. هل المسار هنا لا يقصد بيه مسار طريقي فقط. ممكن يعمل بيه مسار سكة حديد. مسار سكة حديد. وهقول لك الفرج ما بين ده ايه وما بين ده ايه. تمام كده? فعلى حسب المسار ما بيختار من هنا بيقول لي هل هو Third Line. هل هو Real. هل هوщее أفسد. هل هو없ة او ما الى ذلك. الاساسي ما بين ده ما بين ده ما بين ده. اللي هو Central Line يستخدم في الطرق. هذا يستخدم في السكة هاي. في السكة الحديد. والفريق ما بينهم هبتدي أوره لكم ايه كمان شوية. خلينا في السنتر لاين. انا هتجده اعمل سنتر لاين. قال لي عايز تعمل دسكريبشن ووصف دي. اهلا و سلام مش عايز براحتك. عندنا هنا بداية المشروع. هل بتبتدي من ستشن سفر ولا لا. المسمى دوت عشان اللي ما اعرفش المسمى هتلاقي سفر وبعدين علامة زائد وبعدين ثلاثة اسفار وبعدين ضد رقمين. يعني ايه ما اللي قبل علامة السالب ده علامة الزائد ده بالكيلومترات والثلاثة ارقام دول بالامطار وبعدين ايه جزء من الامطار. في حياتة لو انا عندي المشروع بتاعي بيبتدي من البداية خالص من ستشن سفر واكتب له ستشن سفر. او لو ما يبتديش من البداية ممكن بعد كده سوري ممكن اعديلها اقول له مثلا ستشن الف. او ممكن للعلم انا ممكن اعمله الف دقتي سفر وبعدين ارجع اغيره ما فيش مشكلة. يعني اي خطوة من خطوات البرنامج اه سوري البرنامج او امر الالايمنت قدر اعدلها كلها ايه بعد كده. طيب هل انا هعمل الطريق بتاعي ده بناء على مواصفات معينة ولا لا? يعني ايه مواصفات معينة? انا دولة راجل شغال مثلا في السعودية بيشتغل بالكود السعودي. اه والله ايه في مصر بيشتغل بالكود المصري. في مواصفات له كلام ده اه في مواصفات. هل البرنامج محمل بكل المواصفات دي? لا. البرنامج محمل بالمواصفات الاساسية لبرنامج اللي هو ايه? مواصفات الاشتو. مواصفات الاشتو اللي انه هو طبعا مره برنامج امريكي وطبعا الاشتو الامريكي. طب لو انا عايز اعمل المواصفات بتاعتي ممكن بتاخد نسخة من الاشتو بتبتدي اتعدل عليها بالمواصفات بتاعتك ما فيش اي مشكلة. وهقول لكم برضو تتعمل ازاي? طب في الحالة دي هلأ انا عايز اعمله اساسا بتصميم المبدئيا انا مش عايز اعملوه بتصميم. انا عايز بس اعمل كده حاجة ايه? حاجة مبدئية من غير اي تصميم. التصميم اللي انا حاجة في ديزاين كارتيري وابتدي اعادل فيها. ولكن مبدئية انا مش عايز. هقول له في الشندران زي ما انا. دول الستايل بتاعك هيبقى ايه? الستايل ده اللي هو شكل الاليم انت نفسه. طبعا ده ممكن اغيره بعدين. فبقى خلي بروبوز زي ما هو. الكتابات اللي هتظهر على الستايل عبارة عن ايه? ممكن يظهر لي الالليبلز. وحن بديد نشوف ايه هي الالليبلز? ممكن الميجور ماينور ممكن كتابات اي برضو كتابات زي ما احنا عارفين الكتابات او الستايلات ممكن يتعدله في اي وقت ممكن يتغيره ممكن نزود عليهم ونشيلهم او ما زالك. ففي الحالة دي انا هعمل رود واحد بدون اي دزاين كارتيري. دزاين كارتيري اصدر ايه? الكود اللي انت شغلت بي. فبمرد وبقول له اوكي بيطلع لي البر ده. تمام? احيانا وكويسا انا اعمل معنا الحركة دي احيانا زي ما شايفين البر مش متفاعل. البر هنا مش متفاعل. كل ما هنالك في الحالة دي بتعمل save او حفظ للملف بتاعك. بتقفيله وترجع تفتحه تاني. احيانا بيطلع كده ان هو مش متفاعل زي ما ان شايفين. المفروض يطلع لي متفاعل لا. ليه? لان البرنامج ممكن يكون حصل فيه اه شغل كتير وبيحتاج بس ان هو انت عمله زي refresh. فكل ما هنالك ان انت بتقفيل هنا تاني. وبتيجي تقول له والله انا عايز اعمل save للرسمة دي اقول له save. تمام? على الديسكتوب مثلا سميها رود زيرو واحد وبقول له ايه? وبقول له save. وبتبتدي تقفيل الرسمة دي وترجع تفتحها تاني. ابدأ يعني بتدي نقفيل كل اللوحات اللي مفتوحة استازمكم سريعا. انا عمل كلوز اول. نو. نو برضو. وده نو. 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 اخر حاجة. ننزل. نا. نايز اقفيل وده نو. تمام كده? وبتدي افتح الملف تاني اللي هو الرود واحد ده. هبتدي افتحه. تمام? تمام? دلوقتي انا كنت عملت الالايمنت. زي ما نتشايفين خانت الالايمنت. انا عملت الالايمنت. ولكن مرسابتهش في الرسمة. هل هو موجود معي هنا? اه موجود. زي ما نتشايفين اهو. موجود معي. رغم ان هو مش مرسوم. ولكن انا قريدي كنت تعرفته للبرنامج ان انا عملت الالايمنت. ولكن ما فيهوش عناصر. كل ما هنا اللي اقول له هنا. اقول له select. وابتدي اضغط على كلمة geometry editor. بيزهر لي نفس اللي ايه? نفس الويندو اللي ايه? اللي زهرت معي. يعني لو هو الالايمنت بتاعي. انا اه عرفته. ولكن مرسمتهش. ممكن اعمل كلك يمين وقول له delete. بما انه لسه الالايمنت فاضي ما فيهوش اي عناصر. اولا انا لو عايز اخد بنفس المسممة. بعمل كلك يمين عليه. وبقول له select. فهو كده اختار لي العنصر نفسه. ولكن هو مش عنصر رسمي. هو عنصر موجود معي هنا. ومن هنا بقول له geometry editor. فبيديني ايه? التولز بتاعت من تحت ال edit بتاعتي. طيب. اهم تول الاساسية بتاعتي اللي هو عملية رسم الالايمنت اللي هي اول واحدة على اليسار هنا. طبعا دي بعد كده رسومات للالايمنت برضو قدر ارسم منها. ولكن دي تفصيلين عنا رجع لها البعدي. خلينا في اول واحدة. هو بيقول لي هل انت اعترسم المسار بتاعك? tangent tangent no curves. يعني خطوط مستقيمة فقط. ولا tangent tangent with curves. يعني مع كرفات. ولو اعترسم مع كرفات يفضل ان انت بتحدد مين الكرفات الكرفات دي موقفها ايه? مجرد انا بتضغط هنا بيقول لك والله نوع الكرفات دي ايه? هل عندك spiral ولا لا? spiral اللي هو المنحنى لانتقال اللي ما بين الكرف والكرف او ما بين الخطة المستقيم والكرف. زي ما انت شايفين هنا ال default radius هعمل لي default radius كام 200. فخلينا في ال standard مبدايين كده وبقول له اوكي. وباجي هنا بقول له والله انا هرسم ايه? tangent tangent with curves. يعني انا هرسم خطوط مستقيمة مع كرفات. هبتدي منين? هبتدي مثلا من النوطة دي. وابتدي والله مستقيمة لحد النوطة دي. مجرد انا هضغط هنا هبتدي يعمل لي كرف زي ما انتم شايفين في الرسمة. كده بدأ يعمل لي كرف بناء على مين? على التجاه اللي انا بختاره. والله هنا هاجي مسلا لحد النوطة على سبيل المثال هنا خلينا نعمل حاجة كده بكرفات كبيرة عشان نبتدي نشوف. وهاجي مسلا هنا وبعدين هاوصل لعد النوطة بتاعت اللي هي دي. وبقول له enter. مجرد ما اخترت انا مجموعة النقاط. النقاط اللي انا اخترتها زي ما شايفين اللي هي النقطة دي. اللي هي تلاقي خطوط المستقيمة مع بعض. هو ما ابدأ ايه انا عمل لي كرف الراديس بتاعه متين ما بين النقطة بتاعتي دي ما بين الخط ده والخط ده. الراديس موبا شرطا. اما لو انا كنت اخترت من عندي هنا وقلت له تانجنت تانجنت. انا اعمل هي اللي عبارة عن خطوط مستقيمة فقط. تمام? بالحالة دي الراجل اعمل لي شوية كرفات برضو ان صغرت نعمل كرف ده كده شوية استهزنكم كده وسهل. ناشي. على سبب نسال بقى انا عندي كرف الاول هنا. عندي الكرف التاني هنا. وعندي الكرف التالت هنا. وزي ما انتم شايفين فيه كتابات كتيرة ظهرت على رسم. ايه هي الكتابات دي? او والله يببين لي هنا. او الستيشن كام? وهنا عاطيني الستيشن كل كام? ككتابة كل عشرين متر. ستين يعني كل عشرين. وكعلامة كل عشرة متر. وقال لي والله الديزاين سبيد بتاعتك مية. دي الديزاين سبيد الديفولت اللي بتيجي مع البرنامج. تمام كده? نفس الشيء لو انا دغطت على الالايمنت نفسه كده. ومن التاب ده بيزهر عندي العلامة دي ممكن تكون شكلها مختلف بس في الاصدارات القديمة ولكن اسمها الالايمنت جريد فيو. بيزهر لك الجريد فيو اللي هي انتم شايفينها قدام منكم دي. تمام? كل ما هنالك لو وجينا بصينا عن اللي ان الريديس بتاعنا هنا متين متين متين. هنا دي تفاصيل الخط اللي انا رسمته. تفاصيل مين الخط اللي انا رسمته. حلو? بيقول لي والله انت اول حاجة رسمت كيرف. اصدري خطك استقيم. طوله تلتمائة اتنين واربعين متر. تمام كده? والديريكشن بتاعه كام? والستيشن البداية كام? والستيشن النهاية كام? وبعدين عملت كيرف. الكيرف دوت الريديس بتاعه كان آآ متين. الطول بتاعه كام? وبيدي لك تفاصيله برضو من استيشن كام استيشن كام وهكزا. طب الاعمالة دي انا ممكن ازود واقلل فيها بحيس اقدر اشوف بيانات اكتر. حلو كده مجرد انت بتضغط هنا. بيجيب لك بيانات كتيرة جدا عندك هنا ممكن تزودها. مجرد انت بتزودها مسلا بيجيب لك تفاصيل كده. ده ستارت بوينت كام احداثيات يعني هنا عادي تيدي يجديني احداثي البداية كام لكل بقى عنصر من العناصر اللي انا رسمتها دي. اهو. ده احداثي البداية بتاعت خط الطريق نفسه. اعمل برضو احداثي النهاية الاند بوينت. يبقى كده كل نقطة هيجيب لي ايه? هيجيب لي في بتاعتها. تمام كده? اه دي تفاصيل بتاعت الطريق الاساسي اللي انا رسمته اللي احنا انا شايفينه قدام منه. طبعا زي انا شايفين الكتابات انا هو اعملها هنا كل عشرين متر. نفس الشي عندي في منطقة الكيرف اقال لي والله دي هنا بداية الكيرف وكتب لي هنا البي سي. وعندي هنا الام اي دي البي تي. طب ايه هي كلمة البي سي اختصار لي ايه? والبي تي اختصار لي ايه? لو انت مش عارف كل ما هنالك في بتاعت البرنامج بتيجي في الاسم اللوحة بتاعتك اللي هو الروضوان دي وبتبتدي تقول له ادد دروينج سيتنجز وبتيجي على الابريفيشن. الابريفيشن دي اللي هي الاختصارات. بيقول لي والله انت عندك نقطة الكيرف تانجن انترسيكت يبقى نقطة التقاطق مع بين الكيرف والتانجن بيتسميها البي تي. تمام كده? نفس الشي عندي هنا الاسبايرل مع التانجن بيسميها الست. عندي فيك معنا كلمة mid 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 mid. ايه حاجة في المد هنا. دي تقريبا مش موجودة هنا. اه والله يبقى انا مش شايفها. اه اه اول واحدة اساسا ايه. كيرف ميد بوينت يبقى دي نقطة الكيرف بالزبط. والبي سي اللي هي نقطة التلاقي من التانجن مع الايه? مع الكيرف. يبقى واحدة للبداية واحدة للنهاية واحدة للسنتر. حيث انت لو بعد كده حبيت تغير المسميات دي. مثلا في المشروع عندك مسميات تانية. بتبتدي تعدلها منين? ما بتعدلهاش بس من اللستية. لا هنا انت بتدي تعدلها من الامبينت سنتر. اصري من الابرفييشن هنا. مجرد مثلا كلمة الميد دي دي مش عايز نسميها ميد دي عايز نسميها اي حاجة تانية هشام مسلا. على سبيل المثال. ومجرد بقول له اوكي. عليها تقول له اه اه اتغيرت على طول كلمة ميد بلات كلمة ايه? بلات كلمة هشام. تمام كده? دي حاجة سريعة من المسميات اللي انا بقدر اغيرها في التكست. طب اه اه ادي طريقة هتعمل من البداية لحد النهاية. وقال لي والله ان طول الطريق بتاعك اه الف اربعمية وحداشر بوينت تلات اربعة. مجرد انت بتضغط على الالايمنت نفسه. بتيجي الالالايمنت بيديك مجموعة اوبشنز. رقم واحد هنا بيقول لك النقطة البداية بتاعتك ايه? والستيشن كانت ايه? وعندك البداية نهاية الطول الفعلي كامل هنا رقمين بعد العلامة العشرية هنا تلات ارقام. وهنا في حاجة اسمها يعني نقطة لاحقة يعني. اللي عندنا هنا اللي يهمنا ديزاين كارتيريا. طيب. هو دولاتي في الدزاين كارتيريا بتاعتنا احنا نوروش نشتغل على الدزاين كارتيريا بس انا هو عرف للبرنامج قال له والله ان سرعة الطريق مية. بس هل فعليا الرادياس مية ده يمشي معي ولا ما يمشيش? لازم انا اقول للبرنامج شايك لي كده? الطريق بتاعي دوت على سرعة مية. هل هو فعليا ماشي مع الكود اوكي ولا لا? في الحالة دي لازم احدد له الكود اللي انا بشتغل به. تحديد الكود دولاتي احنا رسمنا الطريق بدون تحديد اي اكواد. هل ينفع اللي انا بعد ما ارسم الطريق ابتدي اشايك ينفع. مجرد ما انت بتختار بتاعك. بتيجي على وبتيجي في اخر تاب خالص اللي هو دزاين كارتيريا بتقول له يوز كارتيريا بس ديزاين. مجرد ما بتضغط هنا بيجيب لك الفايلات المحملة مع البرنامج. البرنامج محمل معه زي ما احنا شايفين. سيبل سري دي مترك الفين وحداشر هو هنا قصده بالقاشته. قصده مين الاشته? فعنده القديم اللي هو كان الفين وواحد تقريبا انه الفين وعنده الفين واربعتاشر والفين وحداشر والفين وطمنتاشر. طبعا على حسب الاصدار اللي عندك بيختلف ايه? بيختلف الملفين. يبقى هو معامل مجموعة مين? مجموعة البناء عليها بيشتغل مين? بيشتغل التصميم بتاعه. زي ايد هنا واحد خاص بالراون دابوت. فانت بتحدد له ديزاين ستاندر اللي انت شغال عليه اصدار كام? فكل دول اشته. طب انا عايز اعمل واحد مصري. يعني مثلا اقول الكود المصري. هوريكم ازاي تعملوه? آآ ولكن ما بدأنا انا هاخد مثلا ان هو الفين وحداشر على سبيل المثال وبقول له open. يعني انا كده هشتغل على مين? على الاشتو? الفين وحداشر. طيب. هو الراجل قال لي هنا عندك لازم بتحدد اه بتاعتك 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 كامل. اي ماكس بتختلف على حسب نوع الطريق ده مصمم ليه? هل هو طرق خلوية او طرق حضرية? هل طرق هو طريق زريعي او طريق داقيلي او طريق خاريجي وما الى ذلك? دي على حسب معايير التصميم الاساسية. ففي الحالة دي انا اخده مثلا اي ماكس. ويصل بال اي ماكس هنا. اللي هي اكبر قيمة سوبر الفيشن هيبتدي اشتغل عليها. او لو انت مش عايش سوبر الفيشن خالص مافيش مشكلة. فبتحدد له من هنا. طب الحال دي بتأثر في شيء? ايوه بتأثر طبعا في الرادياس بتاع او النص القدر بتاع الطريق اللي انت شغل به. وحشوف او هوريكم بالزبط بتتغير من اين بالزبط. فلو انا دخلت على هنا وقلت لنا انا عايزها ال اي ماكس اربعة. هل انت شغال طولين ولا فورلين? او بقول له مثلا في الحالة دي انا شغال طولين. نوع الطريق بتاعك هل هو كراوند ولا بلانر? يعني ايه كراوند يعني ايه بلانر? البلانر ده اكراوند ده في حيث كانو كراوند هو يبقى النقطة مثلا عندي والطريق يمين وشمال واخدين سلوبات عكسية. يعني واخد واحد ونص يمين واحد ونص شمال. تمام كده? البلانر ده بيستخدم في حيث لو انت بترسم الرمبة او لوب. ان الطريق ماشي ممكن يكون في السنتر ولكن لو الطريق عندك على يمين واحد ونص بالموجب. اعطيك على الشمال نايس واحد ونص. بيبقى كله كأنه خط واحد. كله خط واحد زي يمين زي الرمبات واللوبات. اما الطريق الرئيسي بتاعك بيبقى فسلا فيه جزيرة وسطية. الطريق العليمين بياخد سلوبات وميون مختلفة عن طريق الشمال فساعدتها بتختار كراوند رودوي. يبقى انت من البداية بتحدد نوع مين? نوع الطريق بتاعك ايه? وطبعا ممكن تغيرها تاني بعد كده ما فيش اي مشكلة. ففي الحالة دي بناقول له كراوند. هنا عندي حاجة اسمها use design check set. دي بتستخدم في حالة لو انت عايز على سبيل مثال انت اشتغال بالكود وفي نفس الوقت عندك معايير زيادة عن الكود عايز تشغالها. بتبتدي تعلمها له ايه? تعلمها له هناك وتبتدي تحددها له ايه هي design cartel اللي عندك. تمام كده? يعني مسلا هنا شغالين هما في بيقول له مسلا اطول طول يبقى كام الكيرف وما الى زلك. فالحاجة دي طبعا بتبقى ادفانست شوية في حالة اللي هي design check. ففي الحالة دي انا بشيلها. وهنا بيقول لي check for contingency between elements. يعني هل العنصر الخط المستقيم ده جاي بشكل مماسي مع الكيرف ده ولا لا? دي بيفضل ان احنا نستخدمها في حالة لو احنا بنحول من CAD لسيفل عشان نتأكد هل المثلسات بتاعتنا او عملية الممسية بتاعتنا سليمة ام لا? حلو? ففي الحالة دي انا اخترت له هنا design cartel اللي هي الاشتو. وطولنا شغال طولين وشغال اي ماكس كام اربعة. مجرد ما هقول له اوكي نبتدي نشوف ايه اللي هيحصل في الرسمة. مجرد ما قلت له اوكي زي ما نشافين ظهر معايا مين المثلس ده. وفي نفس الوقت ظهر معايا مسلس تاني اللي هو مين المثلس ده. ايه هو المثلس ده? ده مسلس اا مش ايرور اا يعني هو مسلس تحذيري. مسلس تحذيري. البرنامج على فكرة ما بيجبركش في اي مرحلة من المراحل اللي انت تخير حاجة. هو كل ما هناك ان هو بيحذرك. ان هنا ان دي مش من المواصفات. يعني ايه? هبتدي اضغط انا اقاف بس على الايرور ده. ما بيقول لي والله هي الريدياس الحالي متين. في حين اللي المليمم الريدياس المفوض يكون ربعمية اتنين وتسعين. طب جابها منين ربعمية اتنين وتسعين دي بناء على انا اشتغلت بالكود الامريكي وفي نفس الوقت اشتغل على سرعة مية. طيب اعرف منين باوردو مجرد ما انت بتختار الالايمنت وبتقول له هنا design criteria editor. بيبتدي يفتح لك الديزاين كارتيريا بتاعتك. انا شغل دلوقتي الالايمنت فبفتح قيمة الالايمنت. هشتغل المليمم ريدياس تيبل. تمام? انا شغل اي ماكس كام اي ماكس اربعة. مجرد ما انت بتضغط عليها بيقول لك والله في سرعة خمستاشر كيلو. انت الريدياس يكون بتاعك المليمم ما اربعة ايه اربعة متر. لو عشرين يبقى تمانية متر. وما الى ذلك. طب انا شغل بسرعة كام? شغل بسرعة مية. فقال لي المليمم بتاعك يبقى كام ربعمية اتنين وتسعين. معنا ذلك ان الميتين ده ما ينفعش في السرعة مين? السرعة اللي احنا شغالين عليها. لازم ساعتها اما اعدل السرعة او اني اعدل الريدياس اللي موجود. طب لو انا حبيت اعدل السرعة اقرب سرعة معي في الوقتي قبلها البرنامج اللي هي كام السبعين. طب هل البرنامج يجبرني اللي انا اغير لما يجبرنيش انا ممكن اشغل الطريقة على كده. بيبقى العلامة التحذيرية اللي طلعنا دي علامة تحذيرية عن ايه? عن ان العنصر بتاعك مش حسب المعايير. لو حبيت اعدل بقى في اي وقت بتضغط على العنصر. بتقول له انا عايز اعدل الجيومتري بتاعي او الشكل بتاعي. وتضغط هنا على العلامة دي اللي هي العلامة الفانوراما. زي من شايفين ظهر لي على طول اللي برا. هي نفسها بتظهر لك في الويندو دي. بيقول لك خد بالك انت عندك مشكلة في الريدياس. ايه هي المشكلة مباشرة بيقول لك والله ان الريدياس بتاعك الحالي متين والمينمم بناءا على السرعة اللي انت ما اختارها اكتب لك حتى السرعة ربعمية اتنين وتسعين. مجرد ما انا هقول له هنا والله طيب خليها هي خمس ومية. ومجرد ما انا هبتدي اسحب مسلا على سبيل المسال اغير الريدياس بتاعي. هيبتدي يدخل في الريدياس التاني اللي هنا ده. او خليها زي ما هي. ما فيش مشكلة. بس نعدل الطريق شوية فوق ايه? نحاول ان نشوف ادي عندي هنا الريدياس بتاعي هخلي مسلا خمس ومية. وبقول له اوكي. هو عشان احنا رسميا اصلي طريق صغير على البتاع. طيب اه نخليها برضو طلطة ما مش هجيب مع هنا. احنا ممكن نلغي طيب. واستازنكم. نلغي نقطة دي. تمام? وابتدي اعدل انا الخط بتاعي هخلي كم? هخلي خمس ومية. وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين اتعدل معي لان كيرفو خمس ومية طبعا كبير او في المنطقة اللي احنا عملنا دي. اتشال الرقم واحد اتشال المسلس اللي كان موجود واعدل لي الطريق زي ما انتم شايفين بقى الكيرف اللي عندي هنا كام كيرفو خمس ومية. حتى التاني ده لو انا جيت اعمله خمس ومية الكيرفين هيخش في بعض ومش هيزبط. لان انا دواتي رسنت خط وبعدل فيه. لكن اثناء الرسم انا ممكن كنت اعمل الاتنين خمس ومية والامور تمشي تمام. ده اثناء الرسم. لكن اثناء التعديل كده هيبقى صعب. معنا ان هو يقول لك يعني مسلا اقول له خمس ومية وقول له اوكي. لا والله هي صلحة بس زي ما انتم شايفين بقى عندي هنا ايه. عندي مسافة صغيرة جدا لها خط المستقيم اللي هو ده. لكن الكيرف ده والكيرف ده شبه خلاص بقى مشبه ايه متوصلين مع بعض. تمام? لكن لو انا غبرت اكتر من كده قلت له لا خليه مسلا فرضا خمس ومية وخمسين وبقول له اوكي. بقول لي كانوا تسول في ايه لان دلوقتي عندك بقى فيه تداخل ما بين الايه ما بين الكيرفين وبعض. تمام? اه في الحالة دي هي خمس ومية اوكي. الارورز اللي كانت موجودة عندي هنا تشالت وفي نفس الوقت تشالت منين تشالت من الطبيعة اللي موجودة. طب على سبيل المسال لا انا عايز احتفز. دي بقى من الحاجات اللي انا عايز اعملها. لان انا عايز احتفز بالكيرف بتاعي دوت. اخليه مسلا اه تلتمية وخمسين. في نفس الوقت ما يطلع عليهش الارور ده. لان الارور ده فكرته في ايه? لما عتيجي تعمل تقرير بعد كده. تقرير فاني للطريق. بيطلع لك ان في ارور في تصميمي. فطبعا لو انت بتقدمه الجاه هيولك ما انت عندك ارور هنا من لازم تصلحه للاول. فيفضل هنا هتعمل ايه ساعتها? غير السرعة التصميمية في المنطقة دي. انا عندي هنا الريديوس ده بيبتدي من مينستيشن كم تقريبا? مينستيشن 239. تمام. يبقى انا هبتدي اغير السرعة التصميمية بس في الحتة دي. طب التلتمية وخمسين ده يجي معايا على سرعة كم? لو انا جيت هنا في الديزاين كارتيريا ايديتور. قلت له alignment. قلت له minimum radius table على الاي ماكس اربعة. احنا عندنا احنا قلنا كم? تلتمية وخمسين. يعني لا لا اخليه على سرعة تمانين. يبقى هخلي الطريق في الجزئية دي على سرعة تمانين. كل ما هنالك بتيجي في alignment. وبتيجي تضيف له هنا قوة في الديزاين كارتيريا. بتقول له والله انا عايز ديزاين سبيد بتاعتي. هيتدي الاول. بمية. حلو? وبعدين. هيجي هنا. هضيف له سرعة تانية. عند استيشن كام? ممكن بضغط له عليها هنا ايما بكتبها له كتابة او باختار له من عرز. انا هاختار له من عرز. ما عندي الاستيشن تريبا مثلا متين. السرعة هنا هتبقى تمانين. تمام? وهارجع بعد كده هضيف له سرعة تانية. يعني هنا اه ده اخد دي. مية. تمام? ودي هنا عند استيشن متين. السرعة تمانين. وبعدين عند الاستيشن اللي انا هعدي بس مرحلة الكيرف بتاعي ده. عندي المسلا الاستيشن اه 680. حلو كده السرعة ترجع تانية كام? تبقى مية. تمام? مجرد ما بقول له اوبلاي وبقول له اوكي. زي ما انتشافين ده في كتابات عبارة عن بتاعتي في المناطق دي. بنفس الوقت الايرور هنا راح. ولو ضغطت انا هنا وقلت له. واريني الايرور قال لي والله الايرور بتاعتك كلها. راح تليه? لان المنطقة دي انت شغلت سرعة تمانين. المنمام راديوس متين وتمانين. وانت راديوس سلتمائة وخمسين. فما فيش ايه? ما فيش مشكلة. يبقى انا ممكن اتغلب على حكاية ان انا هعدل الراديوس. لان انا اغير بس بتاعتي في المنطقة دي. وارجع ازودها ايه ازودها تانية. طبعا دي بقناة على المعايير ايه? معايير التصميم ايه. تمام كده? يبقى كده? يبقى احنا عملنا ايه? نفسه شرحناه واخدنا الكتابات اللي موجودة. انا شايف سؤال تعديل الستشانات الالايمنت. كل ما هناك كتابات دي عبارة عن كتابات اختارة لعنصر. اكليك كيمين وبتقول له edit labels. وبتدي تزود او تشيل الحاجات اللي موجودة عندك. هو هنا شغال في في الميجور ستيشن شغال كل عشرين. فبقول له لا اشتغل لي كل مية. الميجور ستيشن هخليه كل خمسة وعشرين. دي حاجة بسيطة كده سريعا وبقول له اوكي زي ما انتم شايفين اتغير مباشرة. بقى عندي الكتابة كل مية متر. وعندي العلامة كل كام كل خمسة وعشرين يهي. كل خمسة وعشرين متر. تمام كده? يبقى كده هو عملي التصميم الطريق. قادرت اشوف الطريق بتاعي سليم ولا لا ابنان على المعايير الاساسية اللي اخترتها له. تمام? اه تغيير المعايير دي نفسها الديزاين كارتيريا هنا. والما هناك انت بتختار اللي انت عايزه. انا ده انا شغال في اللي هو سوري اللي هو يعني الهشتو الفين وحداشر مجرد انت بتتغطله هنا. تمام? وبتقول له سيف اس هيسايف لك باسم تاني جديد وتبدي تتعدل فيها. دي برضو هبعمل لكم ولف بدي اف كان اخونا الكبير ايمان قنديل. كان عاملها وكان عامل ازاي تغير الكود. هبعد لكم ان شاء الله المعرف دوت في البوست اللي عامل لكم ان شاء الله يوم الجمعة. فتنتظرون يوم الجمعة ان شاء الله عامل لكم البوست ده. تمام? اه يبقى كده احنا عملنا على بشكل بسيط وسهل وشرحنا حاجات اساسية فيه ان شاء الله في الدرس الجاي نشرح شوية حاجات ونشرح السوبر بيتعمل ايه? بيتعمل ازاي? عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. وامره. سريعا لو عندنا ايه? عادة رفعة رفعة تطبيع نرفعها ان شاء الله. طب اه هدك اللي عنده سؤال لو سمحت بول فعديه? طيب بحد مسلا لو سمحت بول مرة اخرى رجع الشرح اه ونستفيد منها ايه. الويدنج فاكتورز. اللي هي الويدنج في الافست ماشي دي الويدنج دي دي هي عملية التوسعات. التوسع على طريق نفسه. ما فيش مشكلة نشرح ان شاء الله. يا سيد دي حاجة المرة جاية لاننا لازم بنعمل حاجة الافست ونعمل لها الويدنج. الويدنج دي عشان عملية التوسعات نفسها ان شرح بيزن الله. مش مشكلة. مرة جاية دي ان شاء الله. ايه. خليل سأل حضراك بقول لو في كزا منحنة متصلين ببعض ومنحنة مفتوح ومغلق. نحنة مفتوح ومغلق. اصلاك يعني اه يعني تمام كده? هو ساعدة يفضل ان انت هتمشي عليها بقى مش مش تعمل بالمسار ده. لا ساعدة بناخد بقى التوس بتاعت البرنامج نفسه. التوس بتاعت البرنامج زي ما نشوف ان شاء الله بعد كده. يعني مسلا على سبيل المسال انت بتاخد على سبيل المسال هاخد من هنا الهنا. حل؟ وبعدين بعمل له والله كيرف. انا عايز اعمل حاجة اسمها فلوتنج. عامل فلوتنج لاين. فلوتنج كيرف. بردياس معين مثلا وبطول معين. هعمل له مثلا فرضا على سبيل المسال هعمل له كده مثلا. وبعدين هبتدي اعمل فلوتنج تاني كيرف تاني وراه. فالريدياس بتاعه كذا. فبيقول لي اوكي. بيقول لكم باوندول الريفيرس. فبقول له مسلا الريفيرس. وبيبتدي اعكسوني. او زي ما انا شايفي. باكي ده عمل هو كيرفين وراه بعض. استماعيش معي عاطفي. هنا هو. لو انا بصد في بتاعه. سواء هنا اواخد نفس الخط. سوري. اه اواخد هو معي كيرف الاول هنا والكيرف التاني وراه مباشرة بدون اي خطوط مستقيمة في النص. دي يعني ان شاء الله بالتولز يعني دي يعني اشتغلها بالتولز مش بالمش بالديركت بتاع البرنامج. طيب حضرتك في واحد بيسأل بقول هل ممكن نعمل استخراج احلسيات الستيشن? اه طبعا دي ما نقوله في الريبورت اه يعني بصوا مبدئيا اه انا كنا نشاهد برضو مرة جاية ادي في التول بوكس. عتلاقي في الريبورتس مانجر في الوينتز. تيجي حاجة اسمها incremental stationing report بتقوله execute. وبتبتدي تتحدده انت عايز كل كام كل خمسة متر كل عشرة متر. ففي الحالة دي مثلا اقوله انا عايز الاهدسات كل عشرة متر. وبتحدد له والله يتقوله انا عايز على desktop مثلا على سبيل المثال بملف excel. save تقوله export. يبتدي يعمل لك ريبورت بتاعك الاستيشنات بتاعتك كل كام كل عشرة متر. ال easting كام وال northing كام. في حالة الزد دي يبقى انت لازم profile. وفي نفس الفكرة برضو ادي في البروفيل. هتلاقي حاجة ويطلع لك المناسيب من البروفيل. نفس الشيء. نعم. لازم يكون البروفيل عندك في ال alignment يعني. فالحالة دي احنا ما عندناش profile فما طلعش المناسيب. في مخططات pdf. السيفل مش بيقبل نص القطرة. عادي. لا بس يا على حسن مخططات. اللي بيقبل هي الفكرة كلها في ال pdf انت لما تيجي ترسمها يفضل زي ما قلت لك ما ترسمهاش بال بالتولز الاساسية زي كده عشان مش هيقبل معاك. لكن يفضل ان انت هترسمها سوري ترسمها بالتولز الاساسية اللي موجودة هنا. ده يفضل ساعتها تجزمها كده بالتولز اللي موجودة هنا لان التولز دي عديده امكانية اللي انت يعمل حاجة اسمها floating دي floating يعني انت تاخد من الانصر السابق بتطلع منه وتكمل. ففي الحالة دي هيقبل معاك. لكن لو انت خدت بالبرنامج الاساسي او بالتولز الاساسية اللي هنا دي. فمش هيقبل معاك. يفضل انت ترسم ساعتها قسم بقسم زي ما احنا بنعمل هناك. زي ان شاء الله انا شرحها الفيديو الجايل. طيب حظاك يسأل في معايات كتير لعمل من نصاري الطريق واماكن من الحالات الوثقية ممكن نوصلوها منين? بص هو دي دي طبعا دي يعني تم شرحها في الكليات يا صراحة عشان ما نتحكش عليكم انا مدرستهاش. بزبط كده اه في مادة الطرق. ولكن ممكن ننصحكم مجموعة ناس تتابعوها صراحة تستفيديو جدا من موعدها. عبد الرحمن الباز احمد برعي. الاتنين دول معايدين او ده كترة في كليات يعني وبفعل عندهم فيديوهات كتيرة على النت. اكتبوا جدا احمد برعي سيفل سيفل دي دي او عبد الرحمن الباز. الاتنين دول شرحين باستفادة تامة ازاي بتختار المعايير الفعلية في الطريق. عندك خلوحة كونتورية مثلا بعد ما تعملها ليه افادي انا منطقة التبالي افادي منطقة الوادي وما الى ذلك موجودة كلها. لان دي مشروحة في مادة الطرق اساسة. فيفضل لانتوا تابعوهم لو انا مشرحة نصراحة بشكل طوحف يعني. الاتنين احمد برعي وعبد الرحمن الباز. وموجودين على اليوتيوب وفيديوهاتهم كتيرة وقنواتهم مختلفة. فيها تفاصيل كتيرة ان شاء الله بعجبكم. طيب في حد بيسأل عن تأخير في رفع المحاضرة. محاضرة الفيديو. معاليش يا وزرل يا جماعة المرة رفعتها بس عطل والله انا كنت بسجل. اه. بس انا بحمل الفيديو واشعرف ما ما زلش عني. اه هو دلوقتي انا رفعتها لك على الميجا هيا اعطت لك اللينك بتاعه وكده كده كده ان شاء الله يترفع على الفيس يعني. يعني. سبخونا على التقصير. طيب في واحد ديس يتأخذ اقول لك شرح بالليمنتة. الوفست على المرة جاي ان شاء الله اللي نفسه يعني هلليمنتة بتعمل له الفست يمين واشماال بناء على زي كده مسلا او يبقى بيعمل ليه وده اللي بتعمل عليه الايه الويدنينج. ده نشرح رجال المرة الجاي. طي في واحد بسهل لك ارجو التوضيح كيفية تصحيح السوبر اللي فيشن. لان البرنامج بيطلعه غير صحيح في الحالتين لو الطريق بيجزيرة او بغير جزيرة. بس لا هو بيطلعه بس الفكرة ان المعايير نفسها هو مش بيطلعه. الفكرة كلها انه بياخد في كزا في كزا معادلة التطيع السوبر. فهو دايما لما بيطلعه بيطلعه بقال لقيمه. بيطلع معك ارور فبتطر ساعتها بتطور بس قيمة الترانزيشن بتاع السوبر نفسه. قيمة الترانزيشن. التغير من مثلا واحد ونص الى البلاس واحد ونص. ساعتها لو غيرت انت القيمة دي لقيمة الترانزيشن بتقدر تعدلها. بتطرد تتعدلها يدوي. او اللي انت ممكن بتخش في بتاعت السوبر وتبتيتي تعدل المعادلة اللي موجودة جوه هنا. هنا. لو جد انت في الانيمنت. عندك ااا الترانزيشن. دي المعادلات بتاعته. مساعتها بتعدل في المعادلات سواء من هنا او فيه تريبا. دي هنا السوبر دي تيبلز على طول. دي القيم بتاعته. بتعدل اللي هي منطقة الترانزيشن اللي ما فوق بتبقى في معادلات تريبا برضو هنا. رحزو حتى كده اتأكيد لك. لا هي المعادلات اللي موجودة فوقه هنا. الفرميولة زيها. دي المعادلات اللي هو شغال بيها. مساعتها بس بتعدل خيام المعادلات بتاعته بتطلع النتيجة تمام. لان هي زي ما بقيت لك هو السوبر في كزا معادلة ااا هو بياخد اقل واحدة بحيس يجيب لك اقل مسافة ولكن منطقة الترانزيشن دايما هي اللي بيطلع فيها المسلس بتاعتها. ان شاء الله المرة جاية حاولكم مجهز لكم الجزئية دي بشكل او حاجة او حتى باوربوينت بحيس نقدر ايه نعملها واحنا عاديين على طول بإذن الله. طيب تمام. في واحد بس حاجة بداية تعديل بداية الترقيم لالف بدل من زيرو. اهو المسارة اللي احنا رسمينه احنا كنا بديدينيه زيرو اهو بتختاره بتقوله alignment profile بس اخد بالك يفضل انت تعمل الحركة دي اه ماشا تعديل الكنترول مفيش مشكلة. زي ما نشايف هو كاتب هنا ال start بتاعته ال point reference point east and north اللي هي النقطة دي. وال start station زيرو فبكتب له مثلا هنا الف. وقالنا بتقول له اوكي فبيقول لك بتأكد فبتقول له اوكي خلاص تمام. اوكي فخلاص بيعدل لك مباشرة هنا الف واحد الف واثين وهكذا. بيعدل لك مباشرة ما فيش اي مشكلة. وكمان ممكن تعكس اتجاه. تعكس اتجاه المسار نفسه. يعني انا مختاره دلوقتي. وقالنا بتضيطه على قائمة بتقول له reverse direction بس ساعة اخد بالك من من المنسيب. ان لو بروفايل اتعمل ساعة بيتتغبط. بيتعكس البروفايل. لا لنشرح اشغالها المرة جايدة. ها يتيني يا حمد. وصلاح حمد رفع ايديه مطدل. بدحت حضر لك المايد. انا وسلام عليكم. زكا رئيس غبارك يا هندسة. اهلا بيه الحمد الله والله تماما. الصوت واضح معك سمعني? واصل واصل بيه واصل. جزاك الله خير على اللي بتعمل وربنا يزدك من فضل وربنا ويجعل بمسان حسناتك ان شاء الله. تسلام باش تسلام. حبيبي انا عندي مخطات بتيجي من وزارة النالة دايما فيها طبعا صمامة بديف. باجي ما دخل مسلا اه سيمبل كيرف والحاجة. انا السيفل مش بيقبله. باجي ارسم السيمبل كيرف نفسه على الاتوكاد بيقبله. بحوله بلولاين زي ما انت بتقول كده على السيفل وبشتعل عليه. بس هو مش بيقبله في السيفل على في حالتين. في حالة واحدة. اللي انا بقلاله بالميلي او بالسانتي. وبص هي الفكرة هل هم مسلا اندي بتختلف معاك في حيات لو الكيرفين فيه كيرفين وورا بعد. بتيجي من حكاية دي بقى في كيرفين وورا بعد ولا بين خطين مستقمين. يعني ممكن يكون مسلا سبايرل كيرف وقابلوا منه سيمبل كيرف. مسلا السبايرل مش قابل. ارجع 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 بقدوم متى كام حضرتك. ارجع مسلا اقالها في الراديس. والان والقود بتاع السبايرل. عشان يقبل يطلع يقبل لي اصلا النص كتر. ما بيقبلش خالص. الا ما بقلال له مسلا تلاتة ميلي اربعة ميلي ستة. لحد صنط وصنط ونص كمان. بس يا ابو الدتال اللي جايلك هل بتلات ارقام بعد العلامة العشرية ولا رقمين. رقمين. ما ايه الفكرة هنا. البرنامج مش هيبيل لك ممكن الحاجات بسيطة زي كده مبلهج. لازم يكون لديك تلات ارقام بعد العلامة العشرية. او يفضل ان انت زي ما قلت لك مترسمش ترسمها بالتول زي نفسها. يعني هترسم اول خط مستقيم. وبعدين تقول له انا عايز اعمل يعني هنا انت عندك امكان ان تعمل كيرف من كيرف بالسبايرل وكيرف بالسبايرل. بس عادة بتديله الاطوال كما هي موجودة معك في الورقة. ودي انا اعملها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لانا حيبقى معي وراء فيها جدول في بيانات. هرسم على اساسه. هيقول لي والله انت عندك طوله خمسين متر مسلا. وعندك كيرف وراء طوله مسلا او الريديس بتاعه قد كده. وعندك تاني بعد منه قد كده. فبتخله الداتة دي بشكل يدوي. الاسبايرل كام والكيرف كام والاسبايرل كام بيرسم هالية كما هي. تمام. طب لو هو ليه الفكرة دايما اللي انا برسم الكيرفي مسلا اي كان الكيرف. ممكن ارسمه على روتوكاد بيابة بروتوكاد ما بيباشي بالسفل. مبدعيا السؤال هو سيمبل كيرف. انت بتقول يبقى هو عبارة عن خطين مستقيمين ما بينهم كيرف. اسهل شيء ارسمه بخطين مستقيمين كما هما. وتعالى في التولز اللي انا فتاحت دلوقتي دي كده. وهتلاقي حاجة اسمها هنا فري كيرف. فري كيرف بتوين تو انتتيزين. بتضغط عليه. بيقول لك فين الانتتيتي الاولاني بتقول له العنصر ده. الانتتيتي تاني اللي هو الخط المستقيمي التاني. بيقول لك الكيرف كامل. هتقول له تلاتين مثلا زي ما هو انجوز في الورقة معاك. اعمال لك الكيرف مباشر زي ما بشورك. اعمال لها فري كيرف اه? خد الفري كيرف. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. طيب حالدك في واحد بيسر بول ممكن شرح عمل سيرفس من اه انبانكمنتدرسين ايه بعد ما يشى? والله انا معلومات انا عنه اللي هو بيكون اه لو لو انت حاطك بتردم برمل في اه في بتكون زي حوالين الردم جدا. اه بس اه اي حاجة انت عملها في الاسمبلي بتاعك او اه حاطة بتاعتها في الاسمبلي بتاعتك ممكن تعمل من ها سطحة وممكن تستخرجه ما فيش اي مشكلة. بدي ترجع في الاسمبلي بديش ترجع تلواتيين. ولكن انا برضو هبحث عنها. هاخدها كوبية واكتبها عندي عشان ابحث عنها عشان برضو ايه. ممكن نخليه يدخل واشرح بس ممكن هاخدر فائدة. بس انا السؤال. بشواندس الاحكل. بشواندس احكل. بطبق. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. يعطيكم العافية على راسي والله. السؤالي بشواندس اه اه الخرائط الموجودة داخل السبل. من يعني هاي تعتبر قديمة جدا. يعني احنا شغالة بمنطقة اه بعيدة واحيانا لا يمكن المسح فيها. يعني عم ناخد احنا الحداثيات كلها من جوجل. وعم نحتاج نطبق صور على المسح اللي عم ناخته. طبعا. يعني هل توجد طريقة انه مثلا اه صور آنية اه يعني منطقة مخيمات وهي تتغير كل بطرة مثلا تكبر او تصغر يعني. نحتاج نوسع مثلا شبكة طرق او شبكة اه انت عايزة اصور مش عايزة كسطح مزبوط. صور ايوا. طب صور مبدئيا البرنامج وقف التعامل زي ما انت عارف مع جوجل من سنين السنين يعني من الفين واثناشر كان اخر اصدار تعامل مع مع جوجل وبعدين بدأ ببنج. فطبعا بنج صور وللاسف آآ ما ندرش نتحكم فيها او جميع حد سواء جوجل او بنج وندرش نتحكم في الصور لانهم ولا بيرفعوها. ولكن في برامج مساعدة وبرامج كتير من ضمنها على سبيل المساعدة حاجة اسمها كاد ارث وفي بليكس ارث يعني نكتب لك اسميهم هنا. انا اي حاضر. كاد ارث تمام كده وفي بليكس ارث. الاتنين دول يا سيدي طبعا في برامج كتير اكتر من كده. في بيأكل ما هونالك ان البرامج دي هي برامج مجانية لفترة معينة او ممكن انت بتشتريها على حسب. بيدي لك بيعمل لك تاب جديد عندك او قيمة جديدة كمان. فيه امكان انت تجيب سطح من الجوجل تجيب صور من الجوجل صور حقيقة موجودة بجودات مختلفة وما الى ذلك. فده الحل اللي ينفع معاك. وبتشتغل طبعا الفكرة ان التولز دي بتشتغل على الكاد العادي وبتشتغل على السيفل. اهم شي بس ان البرنامج يبقى او الملف يبقى اخد الكوردينيات بتاعه يجيب لك هو الصور موجودة عندك مباشرة ويجيب لك سطح وتعمل منه كل التفاصيل. تمام كده? ولكن هي مسلا عسل المنساء البركس ده انا تعاملت معاه بلا كده. اه في حيات لو انا هجيب منه سطح فبيدي لك الفين وخمسمائة نقطة. لو عملت عندهم اه فور فري يعني بالايميل وبتاع بيدي لك خمسة وعشرين الف نقطة. تمام? اه ولكن الصور بتمام مفتوحة معاك ما فيش مشكلة. على بس. تمام كده هو فيه برنامجين دولة وفيه كاسة برنامج سراعة ولكن دولة ده 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 الحاضر في دماغي دولة. الكاد ارس والبليكس ارس. تمام. تمام. اشكور. العفو يا فن. العفو. شعندس عبد الرحيم مصطفى صدر. صدر يا فن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا تفضل سمعينا. تفضل اشواني. اش عارف صدر صداط عنده. اشتركوا في الشات برنامج تانية مثلا زي. تيرا. انتيجيتا. تريبا. كونترول سي. كونترول في. برضو نكتبها هنا. الملف ده. ده بيحمل صور برضو من على. استخدمكم الحاجات الحلول زي كده. او الليجات اللي زي كده. يعملوا بوست بس موجود مسلا في الجروب معانا. عشان الناس كل الناس تستفيد. انا ما بسم اللاتيني. لا يعيش بقى سامحني. حاجات زي كده تنفع يعني. تنفع الناس يا ري. تتكتب وتقول مسلا للعنصر ده. والحاجة دي ممكن نجيب منها صور للجوجل. لانا صراحة انا مش من المحبي اللي انا اجيب اسطح بالذات من الجوجل. بشكل عام. ولكن الصور ما فيش مشكلة فيها يعني. تنفع السور. ايضا بعن جوال موبر. اللي اهدينا وهديهم كيوال موبر. في جوال موبر ايضا. وبخصوص البليكسيرز انت تنزلهم من الموقع. وحكاكات القراج دي انا ليش في الكراجات والله. مبطال تشتغل بيوم. في يعني ااااااااااا. ولا اعتقد ملوش القراج. ويعني مناكل الناس و 200 دولار في السنة. في يعني يستفيد منهم 2 دولار في السنة. او لو حاجة مؤقتة يبقى خلاص انت معك 14 يوم. زي الفول اللي تقدر تعمل بيهم اللي انت عايزوا. طيب البشوانس احمد مجاهد تتفضل. ايوة. بشوانس احمد مجاهد. احرام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرك يا عندي اسم. الحمد لله بتسلم. جزاكم الله خير. وياكم ان شاء الله. بالنسبة للجزء الاول من المحاضرة الاولى. بالنسبة للتريانجل للمشبكة المسلسات اللي بتتتعمل. ايوة. لو انا عند ديزاين والدزاين ده نظام دواير. تمام? فانا ما باجي اعرفه عن طريق البريك لاين. فبختار الديستانس بصغر المسافات عشان يبدأ يحط له نقط على الدواير في مسافات صغيرة. عشان الارج يطلع معي مزبوط. مان. فبعد ما بيجيزهر للشبكة المسلسات بيعمل لي خط كده بيسيب الخط بتاع الدايرة ويعمل اللي الخط بعدين مستطيب. المسلس نفسي ما بصتش لنا في الخط الرئيسي بتاع الدايرة اللي بعدين بمسافة. يطلع مكسر كده. مهما كان اه دايرة تعرف دايرة يعني خط خط لا نهاية. فانت مهما عملت مسلسات على سبيل المسال لو عملت مسلس كل متر غيرها ما اعتامل مسلس كل نصف متر غيرها ما اعتامل مسلس كل ربع متر. فبتختلف على هذا الاساس. ففي جميع الحالات لازم هيسيب لك فاصل برة. اللهم إلا انت دوله مسلا كل سنتي في ساعتها تفلع مزبوطة. على حسب بتاع الدايرة نفسها. او بتاع الدايرة نفسها. او اخد بالك? لا هو هو فعلا جايب لي المسلسات صغيرة مسافات صغيرة. يعني الرأس المسلس نفسها بتيجي عند الدايرة. ايه الرأس صغيرة بس عامل لخط عدل. ما بين النقطة ونقطة. لا كسرة كبيرة كده عند الدايرة. خط عدل وبعد كده اواخد منه المسلس بقى. بدء منه مسلسات 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 مسلسات. وسابت على سبيل المثال حاجة زي كده. حاجة زي كده. بص دولتي الخط اللي انا نسمت وده اللي هو الخط الاحمر. لا. اناسف. اللي هو الخط الاحمر كده. تمام? ده كده خط الاحمر. ده في حالة لو انا قللت. حلو انت عندك منطقة جيب فضية هنا. مش وصل لها. بصدك كده كده صح? اه صح بس هو بقى بيعمل ايه بياخد بيعمل المسلسات على الخط الاحمر نفسه بقى. ما هو مش اول الخط واخر الخط. مش اول الاحمر واخر الاحمر. لا على الاحمر نفسه بقى يبدأ ايه من المسلسات. هو المفروض على مسلسات اللي عامل كده. لا هو بيعمل المسلسات على الاحمر نفسه بقى. ويسيب الحتة دي فاضية. يعني احنا لو عملنا دايرة مسلا كترة عشرة او دايرة كترة خمسة دايرتين في بعض. اه. وجينا عملنا عليهم سيرفس. وجينا في غيرنا بتاعتها. اه. اللي هي. اه. اه. فانا بخلي دا عشرين سنطي وده بوينت عشرين سنطي. والديستنس نفسه. هو بقول لي اوكي. فبيعمل لي بقى المشكلة دي بتظهر معي. طب بينما بيك يفضل انت تبعاتي الملف. ابعتولي حتى على الخاص بفيش مشكلة. اشوفه ارد عليك لان انا برضو مش مدركة اول. يعني انا عرافوا بس عملية الكيرف هنا هيبقى المنطقة دي كده السطح مش موجود عندي في المنطقة اللي برا دي لان دي برا الكيرف. ساعتها احنا بنعمل ايه? بنقلل المد اردنة دي. اه 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 انا مش عندي فايل نفسه انا تغلبت على النقطة دي ابن انا بزود لها نقطة بقى في الاماكن اللي برا دي. بس اه بس ممكن تعملهم يعني ممكن. بس من ضد الحاجات اللي اممكن تعملها لو انت عندك المنصوب بتاع بتاع الدايرة دي نفسها ممكن تعمله وتزود عليه قاط وتضيفه السطح. اه اعمل مش لفيتشور لاين? لا مش مش اه هو البرنامج نفسه مسلا زي على سبيل المثال او سببه ده فيشور لاين واني يرى منسوب او حتى او بولي لاين زي كده اه بس ده انا ده مش بولي لاين ده م fusion فايل ايه بالمنه لو لو فيشور لان على سبيل المثال ده كده بولي لاين وانحوله ارك كده ماشي فاهمله فيشور لاين او بولي لاين زي ما هو. هدي كده اوكي. تمام? هو هنا واخد نقطة في البداية ونقطة في النهاية. مجرد ما انت بتختاره عندك حاجة اسمها ايه. تمام? مجرد ما بتختارها فبيقول لك فين النقطة اللي انت عايز تضيفها فبيقوله لا. كل كام كل بوينت زيرو فايف مسلا. يعني كل كام كل خمسة سنتي حط لي نقطة. طبع على حسب كل الخطة. حلو كده? زي ما انت شايف دولتي الخط بقى كام? لو انت تغطى على الخط. كتير جدا. جدا. ساعتها لما تيجي دعم المثلس. هيجيب لك هو شبكة المثلسات بدعتك على مين? على الخطوط اللي انت عملتها دي كتا. بالزبط. تمام. حلو كده فانت على حساب التريتشر اللي عندك. اه هي النقطة التانية بس اللي كانت شغلاني لو عندي ارك مسلا ارك طريق ولا ارك حاجة وانا هساوي بنفس الارك ده. طبع كنت بتطر ان انا ازود نقط على الارك. فقلت طبع انا عندي فيه يعني فيه حاجة اوبشن زيادة دي. انا ممكن استخدمها. والمد اه او دينيت ديات ممكن استخدمها. لما كده استخدمها لقيته بيعمل لي خط تاني ويبدأ يوصي ياخد منه المثلسات. يعني ساب الخط بتاع بتاع الدايرة بياخد في الاوت. طب لو عندك المشروع او الجزئة اللي انت عملتها دي قبل كده ابعتها لي بس واجربها معاك. طيب والله ايو ان لسه عملها دلوقتي قبل ما اكلم حضرتك. قلت ايه عشان اعرف اسأل حضرك فيها بالزبط يعني. دايرتين في بعض دايرة عشرة متر والدايرة التانية خمسة متر دي بمنسوب ودي بمنسوب والاتنين عملتهم سيرفس. اه دايرتين دوا بعض. صح كده? اه. هدي دايرة كده ودايرة تانية من السندر نفسه مسلا كده. مسلا صح كده. دي على منسوب وده على منسوب اه. عشان نعمل ده كده منسوب مسلا خمسة. ماشي وده منسوب عشرة. تمام. هلو كده والاتنين دول عايز تعملهم سطح. مظبوط كده? بالزبط. اه دي سطح هنا. اه. اد بريك لاين zero point zero واحد. طيب. نفتح شبكة المثالثات. قصدك اللي جوه ده ولا ايه بابا مقفها? لا زاهم ايوة كده. ايوة? اه. في بص هو سيب الخط ده. اعمل بص اعمل ري بلد هتلاقي ان الخط بتاع الخط بتاعك تطلع بره. يعني الفكرة كده اعمل تمام? عتلاقي ان هو خط المثالث جوه. هو مش تطلع بره ولا حاجة. بالعكس هو الخط جوه اهو. شايف الخط اللي انا رسمته ده? اللي هو الخط الاحمر. حلو كده. اهو. 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 خط الاحمر جوه. على المربع بتاع ال distance. حضرينيك انت معلمتش عليه. يعني اسيبه معلمش عليه? لأ. بص كده. دولوقتي اهو انت هزدك اثناء عمل السطح. ماشي عادي نصات خديني يعني اعملو. واستغذينك. بص لما يكون معاك حاجات الكرفات زي كده. اه دي احنا عايزين بريك لاينز اه. هنختار ده ونختار ده وتقول له بريك لاينز. تمام? انت اللي سب مليمينتر لأ. انت كون ما قولنا لك خليك في الميت اردنت بس. عشان انت عندك كلها كرفات. قلي للقيمة هنا قادر الانكين. بوينت زيرو زيرو خمسة مثلا. المشكلة الخط نفسه الكرف ده. لكن المسافة دي كم لو انت حبيدت اسها? المسافة من نقطة السنتر بتاعت المسلس ده. العمودي على الجزئة دي. قادي كده نقطة السنتر دي. ده طولها كم? خمسة ملي. فلا شيء يعني. ده توزكر يعني اه. اه. طيب تمام ماشي. طيب كده وفي الشكل برضه هيتلع شكل مزبوط معاك وزي الفولة تمام? وكل شيء حق. اما التاني ده انا اعملها سويب لين واعدل الجزء اللي في النص بقى. اللي هو اي تاني معيش? اللي هي داية الصغيرة اللي في النص اي هو كده موصلة ببعضها. بس كده كده هي. اقوله ما هناك ده بص انت هدي تعمل درو اردر والدائرة بتاعتك دي دفاي باوندري هايد. بس شايف ان الباوندري هايد احنا مغلدنش صرية القيمة من بتاعتك ولازم تغير القيمة باعشان ايى داية نعم. هادي ها اقول له باوندري ونقعه هايد وهنا المسافة باوند بويند زيرو زيرو واحد مثلا على سبيل المسال. لا انا عملت الغ değiloo zero واحد اكتير اوي. هادي ده هامل له باوندري هايد بويند زيرو زيرو خمسة مثلا على سبيل المسال وبتقول له اوكي. خلاص كده بيعمل لك ايه? بيعمل لك السطح. مجاوف من النص. بيجب ان انا على الدائرة اللي موجود. تمام? تمام. بزيكم الله خير. لا عفوة باشا. طيب حضك البشوانس عبد الرحيم. تفضل للشوانس. رجع تاني. ناشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اعسف على قطع. لا تحت امر يتفضل. هو سؤالة فندم بس يعني اه ان شاء الله يعني حضرتك مو نتخليه في المحاضرة الجامعة على البروفايل يعني. قل. انا لما بعمل اه بروفايل فروم فايل. تمام. وبعمل اه بتاعه ديزاين بروفايل عادي بس لما باجي اعمل استخراج النقاط دي ما بيظهر ليش ان في اصلا ديزاين بروفايل فما ما بيقدرش. انا عادة الاستخراج الاستخراج من من. اه لان هو مش مش سطح. مش هو اصلا ما بيكونش اه ديزاين بروفايل زي ما بعمله بالبروفايل. بالزبط بالزبط. هي دي مشكلة بتاعته. انا هو ما بيستخرجش الداتا بتاعته من هنا. فانا بطر اعمل بروفايل عادي بمنسوب واحده وبستخرج الحاجتين مع بعض يعني بتغلب على الموضوع ده. فبقول هل لو في طريقة يعني اه ان اخلي. اشوفها لك. اشوفها لك حاطر. هنا يا حاطر. ان شاء الله نستنى في الدرس الجاي ان شاء الله. اكتب اه اه. ومشكل هي. مشاكل بروفايل فانفايل. نعاففا. شكرا. كريم العاكمي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. رحمة الله بركاته. بس بس في بزئية البروفايل اللي جاية. ان شاء الله. ايه ايه. في امكانية انا سألها دلوقتي بحيس ان لوحاتك تترك لها مستقبليا ولا ايه ايه فان. لا اقول لي اقول لي. فيش مشكلة. لو انا عندي مسلا اه الطوب بتاع اه في البروفايل شغال في فانس. طبعا. او صور حواليهم مشروع. والصور ده اتفاعاته سابتة. اه. فيه استيل استراكش شابكة على بيم. تمام. وفيه وفيه ضربات موجودة في في الصور. في الصور. تمام. يعني عندي ارتفاع سابت مع البيم اللي موجودة. تمام. بتنزل مسلا اه كل مسافة معينة تلاتين سنتي. تمام. امكانية ادخالها ايه ودات اللي هتبقى المدخلات بتاعته ايه? الطوب الفين صور اللي هيبقى عندي. من البلان. عايز امثله وعايز امثل آآ علاقة الحفر مناطق هيبقى فيها حفر ورادم بالنسبة للطربة. طب بص هو دلوقتي طب المناسب بتاعت الصور دي معاك مناسب دي عبارة عن ايه? هالمواسوب آآ. كدزاين. كدزاين. ايه? دزاين نقاط ولا دزاين عبارة عن دزاين تصميم حاجة معينة. لو بص هو في العادي في العادي مسلا على سبيل المسال احنا مسلا بنكون عندنا الطريق وتصميم وكده. بجمع منه الصور وعايزين نحط الصور ده على على البروفايل مسلا. اخد بالك. تمام. طب نرفع مثلا ازبلت على سبيل المسال بنرفع ازبلت للصور بنحط النقاط الرفع للا ازبلت دي بنزلها على البروفايل. بحيث نرسم بعد كده شكل الصور. انا عندي كده امرفوع الارض الطبيعية. حلو. انا عمل الفتح الارض الطبيعي. ده واحد. وبعدين التصميم عندك التصميم من ايه? البروفايل بتاعك. هل الصور? هل التفصيل بتاعته عبارة عن ايه? البروفايل بتاعه. عبارة عن طب. طب. وبتنزل اتنين متر تلاتين. يعني هو اعطي لك تصميم اعطي لك تصميم ناصدي تصميم. اه اه اه. فيه سكشن لها يعني. يعني فيه مسافة سابتة اللي هي اتنين تلاتين وعندي عشرين سنتي فراغ وعندي البيم اه وعندي البيم خمسة واربين سنتي. لو كده ابعت لي حاجة زي كده عشان لو كده نعملها. ابعت لي لويين في عياني. ابعت لي حتى جزء بس منها وانا كامل اعمل لتا من عندي بفيش مشكلة. ابعت لي بس شكل. الله يبارك لك. انا بقول بس لو انا بكلم كمستبيل انا لسه البروفايلات متشبه. اه بس اه البروفايل ان شاء الله مرة جاية انا كده 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 حاجة شبه كده اللي هو لو انا عندي ايتمز موجودة في الطبيعة وعايز اضيفها للبروفايل عشان اعمل بها اي حاجة تانية. يعني يعني على سبيل المسال زي ما انت بتقول لو انا عندي سور جنب مني وعايز اوضح ان السور ده موجود وشكل السور ايه? او عايز اعمل ازمة السور اعمله ازاي? وهكزا. بما فيه كمان قطاعات الردم اللي هتبقى موجودة. قطاعات الارضية بتاعت الردم كمان يعني. بس اه قطاعات يعني اسطح من بعض دي او دي ابدا كدستاني انا اختالي اجي فيها في الاخر الخالص. بساني ايه في البروفايل هوضح لك البروفايل. وخطاعات الردمة يبقى سعة القطاعات. الله الله يبريك لك. يعني ان خطاعات لازم عنا نعمل سطح من الحاجة التانية اللي انا عندي سطح طبيعية لازم عنا عنا نعمل سطح من الحاجة التانية اللي هعملها. على سبيل مسال تصميم بتاع السور. وشوف بتاع rumro اتنين من بعض. ايه تمام. الله يبارك لك بس. شكرا. 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 شكرا حضرك يا شونس. حتى عنده اصل اي سؤال تاني يا جماعة? شكرين جدا يا شونس. والله يتعبنا حضرك. اه لا عافو باشي لا تحت امرك يا رب. تحت امرك. تسلام حبيبنا. ماشي باشي معال في سلامة.